اهلا بكم معنا مرة تانية في الراديولوجي ودلوقتي احنا بنتكلم على الاناليسي للقلب كأيتم لوحده وبعد كده بنتكلم على ايه الشيست في ايه حاجات اللي هي في اللونج يعني بس ناخدها بايه بالتفصيل جزء جزء وايه هنلم في الاخر مراجعة سريعة ولكن ان جنرال انا عاوزك تفهموها حتة حتة ايه ناخدها ايه مع بعضينا اه لو تفتكروا لما بنجي نتكلم على شاست اكس رايت فانا لازم نمشي ايه سيستيماتيك سيستيماتيك يعني ايه يعني نمشي ناخد كل الايتمز زي ما احنا ايه شفنا في المرة اللي فاتت وبنكررها تاني بنبص على التراكية اللي هي التيوب اللي في النص دي اللي لازم تبقى ايه سنترال كده هوتا ايه الايرا هو فيها وبعد كده بنبص على اللونج تيشو ونقارن ايه النحيتين يعني بننزل ايه لو تاخدوا بالكم للبريفري كده بعد كده بننزل شوية بريفري كمان ايه ناخد الايه البلورا ونشوف فيها ايه هل فيها ثيكنينج هل فيها نيومو سوركس وارمي تجمع فيها مثلا وبعد كده بننزل تحت على الانجل اللي تحت داية ايه اللي هي الكوستوفرينيك انجل في الحتة دي نبص بعدها ندخل بقى جوة نكمل السيركل على الديافراجم ونطلع على السنتر هنا هوت الهايلان بتاع ايه اللونج والايه منطقة الهايلار ايريا والميد لاين المنطقة دي ولا ينسى ايه الشيست وول زي ما اتفقنا انه ممكن تبقى المشكلة كلها في الشيست ايه وول وسوبر امبوز ليجين يعني حاجة طالعة من الشيست وول وانت مصور او حضرتك بتبصي على الاكس راي تلاقي ايه ايه فيه ماس موجودة وهي مش من اللونج خالص اصلا فيعني ممكن لو قاعد يدخل في ايه في يعني احتمالات مش طبيعية وهي في النهاية الموضوع في الشيست وول مثلا اساسا فمهم او نبص على الحاجات دي كلها مع بعضينا سواء التراكية نبص عليها قولنا اللونج بنخرج ايه برا شوية اهو لو تفتكروا اهو اللونج بعد كده بندخل ايه على البلورا ها ايه البلورا بعد كده بنبص على الكوستوفرينيك ايه انجلز اهيه وندخل على الديافراجم بعد كده اهو اهو الديافراجم الهايلر ايريا بنطلع عليها تاني هنا هوت كده هوت يعني ندخل في في السنتر وما ننساش الايه الريب اه او يعني الشيست وول ان جنرال لما هنبص على اي اشاعة شيست اكس راي وعاوزين نعملها اناليسس احنا بصنا على ارط وشرحناه وترجعوله لكن انا بكلم على اللونج اخبنا التراكية كجزء دلوقتي بناتكلم على اللونج عاوز اعلق على اللونج اكتر ثلاث حاجات مهمة تيجي في دماغ ديام الابيرانس في ليجين هل في ليجين بياض اكتر اوباسيتي ولا سواد اكتر ما اقول احتبالين مفيش الوان عندنا اساسا فهو يا بياض اكتر يا سواد اكتر ها فانا الابيرانس اخباره ايه اللوكيشن بتاع الليجين ها بيهمني فوق تحت في الوسط هنشوف هل في associated abnormality هل الليجين اللي انا شايفه ده هو الوحيد ولا في حاجة ايه كون كوميتان كده ولا ايه مش واخد بالي ايه منها طيب يبقى انا عندي هنا هوت ايه بصينا على الابيرانس الدكتورة الشاطرة دي ها واللوكيشن بتاع الليجين يا ترى موقعه ايه فين مثلا ها وعندي associated abnormality موجودة ايه ولا لا لو هنيجي نتكلم على اللونج ليجينز اللونج ليجينز الحقيقة لما نيجي نحللها نلاقي ان فيه يا اما زيادة في الاوباسيتي يا اما زيادة في الترانسليوسنز زي ما شرحت يا ما هو يا ابيض اكتر يا اسو ده البياض الاكتر ممكن تبقى واحدة من كذا سبق يعني هو بص يا جماعة عشان بقى صريح معاكو الاكس راي بتساعدنا في الدكاغنوز بس ما ببنيش عليها لوحدها خالص نهائي يعني دي اسيستنت ليك لكن لازم تشوف الكلينيكال بيكشور ممكن تحتاج الابوراتري فايندينجس ما إلا ما كناش بقى كنا لاغينا الطيب احنا عندنا الاكس راي بتساعدني فلما لايقوا باستي ممكن تكون سبابها ممكن انفكشن فيبروزس اي حاجة غير الار انفكشن فيه فليويد واكسوداتس وانفلاماتري فليويد فيبروزس فيبرستيش لونه ابيض كلابس في اللونج يعني الاير قل السواد قل بتباني اللونج تيشو ايه مبيض تيومور ماس كونجيشن جامد او زي في الهارت فيليا لو تفتكروا الكونجيشن الجامد اللاه والهايلر ايليا والبلمونر ايديما اخدناها في الكارديا انفكشن في حتة من اللونج حتة حصل لها انفكشن خلاص مدمرة بقتلونا ايه اوبيك اوباسيتي هيمورش جوه اللونج ممكن ايه يعمل لي ايه اوباسي اي حاجة غير الار فيبقى انا عندي كمبدأ عام لما لاقي لانج اوباسيتي ممكن تبقى ايه حاجة من الحاجات اللي ايه اللي ايه في المستطيل ده هوت اللي ايه ايه زي انفكشن ها فايبروزيس كولابس تيومر كونجيشن انفاركشن ايامورش والديفرينشال دياجنوزيس بتضعه سواء بالإكس راي او بالاسوشياتي ايه مانيفيستيشن كلينيكال ولابوراتري جميل يبقى اوباسي اتفاق ممكن نيمونيا ممكن فايبروزيس ممكن تيومر ماس كولابس انفاركشن ايامورش الى اخيره طب لو لقيت ترانسليوسنسي عاليا انكريستران ده ممكن تبقى اشهر حاجة نيوموسوركس اللي هو هو داخل في الايه البلورا ها وفيه كذا نوع منه لكن هوا جوا البلورا ها يديك لون ايه اسود ايه حوالين اللونج كده وممكن يفعص اللونج ويغطي عليها يبقى ايه شايف انت سواد بيور جيت بلاك يعني كلمة هوا سوا جيت بلاك اللونج دايما تلاقي فيها تفريعات وتشعيبات بتاعة البرونكاي فعبرها ما بتبقى الجيت بلاك الانفيزيمة بتلاقي الانفيزيمة كده مليانة الالفيولاي اير اكسترا فبتلاقي هايبر ترانسليوسنسي وحجم اللونج كبير البولي لما واحدة من الانفيزيمة دي الالفيولاي كذا واحدة كواليس مع بعض وتروح عملالك ايه بلونة كبيرة اه بولي كده ايه حوالين في اللونج تديك لون سواد ها شيت بلاك لان مجموعة ايه في اللونج الفيولاي اتحد تسوا كواليس وعملو لك بولي ايه كبيرة ممكن لونج اولوجيميا تكون اللونج في حالها الار في حاله بس البلاد قل فالراتيو هنا هو الاسود الار بيدي اسود والبلاد فيسلز ها بتدي ايه وايت شوية كالر فبيبقى الهيزن شوية جريش كده لما يقل الاربلاد فيسلز يقل البلاك يعني ها يبدأ الار يبان اكتر مفيش كنتراست يعني باختصار انت شيلت منه الكنتراست يقوم يبان ايه سواد ايه اكتر فباختصار لو قادي اللونج هنا هو اتشو وانت شيلتلي البلاد فيسلز نتيجة لونج اولوجيميا مثلا وقللت البلاد فلو الار السواد بتاعه هيبان في كنتراست اكتر مفيش حاجة بيضة جنبه فيبان هايبر ترانسليوسنسي وطبعا لونج سيست ممكن سيست لاي سبب من البرازيتيك انفستيشن او كونجينيتال سيست ايه تعملك ايه هايبر ايه ترانسليوسنسي طيب مع زرا عندي بس ايه شوية ايه بين بسيط في النت كده طيب دلوقتي احنا اتفقنا ايه اما هنبص على انكريز اوباسيتي دي اشهر حاجة ايه او اه 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 ايه اه 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 ا وعشرهم نيوموسوراكس ايه وامفزيما ايه اه اه tier زي ما قلنا ايه ايه وممكنT. و功و جيميا طيب تعالوا ايه. لحظات كده مع بعض ايه نشوف ايه اه 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 الفارق ما بينهم. ايه اه 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 من الاول كده عشان واي ايه في ايه. طبعا واضح انه اه هو شايفين المهيد المبين الخطين دول اه ايه ايه شايفين الحيكة دي ايه 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 나오ش 눌러ش trabajando. ليت كثير من الأول هنا إوائحًا ، وهي هايبر ايه . فيبقى أنا عندي هنا هوات هنا Young Line المنطقة دي فيها opacity seemingly فعلي شخص يعنى، تعرفogny. وهي دة الحتة دي سودة خالص إيه ، فيها hyper translusancy . ليت كافتدى هذه الحتة، أنا أريدكم تركيزوا في إ Lenormac neinaica . نرى Jiangati . وهذه الآيبر ترانسليوسنس الثواد ده قرنه البيض ده بالآيه بالسواد انا عاوز عينيكوا تبدأ بس تتعود معاه بعد كده هننقل ايه بقى عالشغل الآيه الكبير اه اه لو انا ما اعمل مربعات دي انا عاوز مربع نمر واحد يبصلي عليه اهو اللي انا بقى اهو ده فوق بصلي فوق ده النورمال لانج تعالوا شوفوا بقى الاباسيتي هنا هوت اخبارها ايه الحتة البيضة دي تعالوا هنا هوت تعالوا شوفوا لي فوق ده الايه الجيت بلاك ابيرانس اللي هو ده هوت اللي ايه داخل فيه السهب يعني انا لو هقارن ادي النورمال لانج هنا هوت تيشو شايفينه عامل ازاي اهو المربع ده الاباسيتي عاملة ازاي عشان بس احس بالفارق وعندي ايه هايبر ترانسليوسنسي ايه هنا هوت ايه السواد رهيب ادي النورمال ودي الاباسيتي ودي الهايبر ايه ترانسليوسنسي وقرنوهم عشان محدش يقول لي ايه مش واضحة بالنسبة لي لا فيه واضحة ايه النورمال اهو النورمال اهو وعندي هنا اوبيك ايريا واضحة اهو هنا اهوت وعندي هنا ايه الحتة دي جيت بلاك بتاعت هايبر ايه ترانسليوسنسي اعتقد التلاتة يعني مش معقولين يعني حاجة ايه يعني ايه بتنطق اهو ها من النورمال لأوباستي الايه لاخيرا ايه ده هايبر ترانسليوسنسي ادي النورمال والأوباستي والايه ودي هايبر ايه ترانسليوسنسي هاشيل الاحمر وعاوزكم ايه عينكم تبدأ ايه تتعود طيب تعالوا احنا بقى ايه هنتكلم بعد كده على المرحلة الجاية اللي هي اللانج اوباستي اتفقنا ايه ادي اهي اللانج اوباستي وتعالوا نشوف اللي ايه الاحتمالات لما لاقي لانج اوباستي لازم ابوص اشوف هل دي فوكل في منطقة واحدة كده زي اللي فاتت دي في المنطقة دي ولا مالتي فوكل شايفين الدواير دي اللي مالية الايه اللانج اللي فوق دي فيها دواير كتيرة جدا ايه مالياها ادي واحدة دايرة ايه ودي اهيه وفوقها واحدة ايه كل دي اوباستي مالتي بول اوباستي مالتي فوكل يعني ولا ديفيوز ليجن في ايه في اللانج كده عام يعني يعني هو الاحتمالات واحدة من ثلاثة بصراحة يا اما فوكل ليجن في اللانج يا اما مالتي فوكل ليجن يا اما ديفيوز ايه ليجن وكل واحدة ليها اسباب يعني على سبيل المثال الفوكل ليجن اهو دا فوكل ليجن اه اهو انا مكبرها ايه اهو فوكس كده فوكس فيها ايه فيها ليجن ابيض اوباستي ممكن تبقى ايه زي نيمونيا اه اه اكسوليدشن يعني اكسوليد فيها اه اه نيو بلازم اه اه كلابس في المنطقة دي فايبروزيس في الحتة دي ابسس وثيق ومليان طبعاً دي مش abscess أساساً بس أنا بدي example لو opacity هفكر فيه وممكن تبقى بداية abscess لسه مفضاش البص هيبقى شكل opaque تماماً مهما أنت ما فيش جوا إير مفضاش لسه فإيه كلها مراحل infection أو new plasm أو collapse أو fibrosis أو abscess formation فهي تديك إيه localize the focal opacity كده طب لو عندنا فocal opacity لو عندنا multiple multiple opacity multifocal lesion يعني أعتقد مش معقولة حاجة أدي واحد أدي اتنين ثلاثة أربعة في النص عمالين متجمعين شوفوا الناحية دي opacity حاجة إيه قرنوها باللي فاتت يعني أنت لو ترجع لحظة لللي فاتت هي opacity واحدة والباقي إيه اسود هنا multifocal opacity دي تفكرك بإيه bronchoneumonia مش pneumonia بقى lower pneumonia اللي إيه الحلوة دي بتاعت الوجي شيبت الكلاسيك النيوموكوكل لا دي لو ايه bronchoneumonia بتتيجي في الأطفال كتير جدا البرونكاي والألفلاي فبتبقى ايه متشعبة مع كل برونكاس واخد حواليها شوية الفلاي ايه ها فبتلاقيها scattered ايه دي كده دي كده ايه خواليها ممكن سيبتك امبولاي تيجي ايه في أكتر من من مكان وممكن متاستاسيس خدوا بالكم من حاجة ان المالتيفوكل دي ممكن تبقى كل اسباب الفوكل اللي فاتت بس متكررة يعني واحد عنده نيمونيا بس في أكتر من مكان مش لازم برونكو نيمونيا نيو بلازم في أكتر من مكان ها فهي لكن الفكرة العامة انك بتبص هل دي فوكل ولا مالتيفوكل بصوا الرسمة اللي فاتت وبصوا دي اللي فاتت كان سببها ايه الى اخيره دي برونكو نيمونيا اللي هي مالتيفوكل سيبتك امبولاي ميتاستاسيز فيه اللي هو الديفيوز اللي قلناه اللي هو شوفوا بقى دي يعني ايه متشعبة كده تحس انه مش 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 مالتيفوكل دي حاجة متفرعة في كل اللنج فروع فروع دي ممكن تبقى انترستيشيا النيمونيا ممكن تبقى انترستيشيا البلمونري فايبروزيس ممكن ساركويدوزيس دي فيوز انفلتريش ممكن لنج كونجيست في هارت فيلر وعمل بلمونري ايديما فلما لاي انا دي فيوز انفلتريش ممكن افكر في الانترستيشيا النيمونيا دي ستيش بتتحول بعدها الفايبروز الحقيقة كانت في الكوليجين اندلانج يا رب تكون بخير الدكتورة جمالات مجاهد كانت ايه استاسي والمشرفة وكان انا فاكر دتني اتناشر نوع كوليجين في اللونج وانا بعمل رسيش لقينا التلاتاشر كان فالانترستيشيا البلموني فايبروز مشهور قوي 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 وجود كوليجين مترصب في كل حتة في اللونج ايه اولوفر كده اول فانا لما لاقي دي فيوز ليجين ممكن الاقي زي ما احنا شايفين كده انترستيشيا النيمونيا سببه او انترستيشيا فايبروز او ساركويدوز او كونجيستيف هارت فيلير عمل كونجيشيان خدوا بالك انا مقدرش اقسم بحاجة بس كلها بتبقى ايه على حسب الليجين والديستريبيوشن يقدر يساعدني مع الكلينيكال فيتشار اقدر ارسم صورة ايه واضحة واستفيد جدا من الاكس راي يبقى انا ال whoa الليجين الفريق مابين بطش كبيرة واير كده كبيرة دواير كده هده واير كبيرة لكن الليجين هتلاقي ايه حاجة DYRAY كان في كل لانج ما هيش دواير ما هيش ايه القطع اللي تكلمنا عنها من ايه من شوية عاوزكوا تقارنوا بالاتنين دول كويس قوي ده دفيوز ده مالتي فوكل ده ايه فوكل لما هنيجي نتكلم بعد كده على الانكريز لانج ترانس اليوسنسي يعني الهتة دي لو تفتكروا ايه سودا ايه كومبيرد الال دي يعني لو هقارن الاتنين هو احسن حاجة دايما المقارنة ما بين التولانجز او ما بين ايه خبرتك لان ممكن التولانجز يبقى افكتد فانا عندي انا المنطقة دي السودا او دي ايبر ترانس اليوسنسي وقلنا اسبابها ممكن تبقى ايه من نيوموسوراكس اا انفيزيما بولي في نتيجة الكواليسم ما بين اللي بيحصل ما بين الانفيزيمتاس ارياز لانج اوليجيميا وزي بالمونر ايمبوليزم وسيست ممكن كل ده يعمل لنا ايه الحتة اللي هي ايه السودا السواد الايه او الحتة اللي فيها سواد اكتر في اللانج ده بالنسبة للايه للليجينز وشكلها في عندي بعد كده بنبص دايما على اللوكيشن بتاع الليجين يعني ادي الرايت لانج اهي اهي ادي الرايت لانج وادي الايه الليفت لانج كل واحدة منهم مقسومة بفيشر كده اوت هنا اهوت كده لأبر وايه ولور لوب يعني الاتنين فيهم ابر لوب اهو ها هنا اهوت وايه وتحت ايه هنا اهوت لوور ايه لوب بس الفارق ان في الرايت لانج فيه هوريزونتال فيشر كده اوت ده ده الحتة دي اسمها ايه ميدل لوب موجودة في الرايت بس مش موجودة في الليفت لانه اردي الايه سايبه مكان الميدل لوب ده للايه للهارد الرسمة الجاية يمكن توضح أن أتكلم على أن أفضل من الانضاق الماضي، عندما يمكن التفكير بنفس الليمونيا في الأفضل من الانضاق الماضي في الأفضل من الانضاق الماضي، هنا هو في اللوور ايه لوب فممكن الليجين يضرب لك الايه الابر لوب وممكن يكون تلاقيه في الميدل لوب اه يعني ادي الابر لوب اه وممكن الميدل لوب وممكن الايه اللوور لوب ولو في اللفت لانج هنتكلم عن ابر ولوور لان ما فيش ايه ميدل ايه متاخذ ايه بحيز القلب زي ما اتفقناها الشيء اللي ميهمني اعرفه ان هوت حتة اه لزيزة قوي يعني ايه اناتو مي جميل جدا في الراديولج اللي هو ايه بيقولك ان الرايت لوور لوب كونسليديشن يعني رايت ايه لوور لوب اهو او الرايت لوور لوب ايه كونسليديشن وانا كتاب فيه فوق علمين اخو رايت لوور لوب ايه كونسليديشن اه ايه لكن لو حصل راية ميدل لوب يعني المشكلة إيه في الجزء ده هوت بعيد شوية عد فراجم لكن جنب راية كارديك بوردر هيحصل أبليتيريشن ليه للراية كارديك ما تبقاش قادرة إيه تحدده يبقى اللي بيحصل أنا المشكلة ليه بتجي ليه أنا بسير القضية دي لأن كتير قوي نلاقي ليجن في المنطقة دي في الهتة دي ما انتش عارف ده إيه لو بصد بهدوء كده ولقيت إن الابليتيريشن أو اللي مفيش كلاريتي خالص ضايع الهيزينيس في المنطقة دي هيبقى ده احتمال إيه أغلب إيه راية لور لوب لو لقيت الراية بوردر اوف ده هارت هو اللي إيه مش باين ومش واضح هيبقى راية ميدل لوب بكررها تاني هو لقيت أنت كونسوليديشن أو كولابس أو حاجة في المنطقة ده هيت كده أوباستي لو لقيت معاها إيه ها البوردر بتاعت ده يا فراجمي مش واضح وهيزي خالص دي باحتمال لور لوب كولابس أو كونسوليديشن لو لقيت الراية بوردر اوف ده هارت هو اللي إيه مضروب ومش مضروب مش عارف مش باين في الإكس راي ده احتمال إيه في الميدل إيه لوب يعني على سبيل المثال على سبيل المثال شايفين الأشعتين دول أدي أشعة هي نورمل زي الفل اللي إيه على اللي إيه اللي هي بعمل عليه علامة الصح اللي على شمال كن أوكي جميل لو أنا بص على الأشعة اللي جنبها كده هو ها دقق تاني ثانية واحدة ثانية واحدة دققوا معي تاني هتلاقوا ان هو الدايافراجم هنا اهو شايفينه اهو هنا هوت مش باين خالص هايزي خالص الحتة دي تمام اوكي يبقى ده غالبا راية ايه لور لوب تعالوا شوفوا الراية كاردياك بوردر هنا هوت واضحة وهنا هوت برضو ستيل ايه هتلاقوها ايه ستيل ايه واضحة الراية كاردياك بوردر فيوقا دي مش في الميدل لوب فاكرين الميدل لوب كان ايه يضرب لنا الراية كاردياك بوردر فهي غالبا المشكلة في اللور لوب بتاع اللانج وعشان كده الدايافراجماتيك شادو ايه ما هواش ايه ها اا 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 واضح او انا معلش قالت النضارة عشان ايه ادقة ايه في الصورة ايه اللي انا بشرحها فيبقى أنا عندي هنا هوت اكس راي ادي لما اجي ابوص هنا هوت كده هوت الحتة اللي تحت ده هيت اهو في النور وأجي أبص في المنطقة دي فيه ليجين غريب جدا كده هوت ها فيه أوباسيتي أجي أبص على الدايافراجم إنه هوت مش عارف فين الدايافراجم بوردر مش باين خالص الدايافراجم في الحتة دي مش باين خالص فيبق إذن هنا فيه رايت لوور لوب اه ها ها ليجين في المنطقة ده ها لكن هنا هوت الرايت كاردياك بوردر واضح ممتاز واضح هنا هوت ها فإذن هنا هوت دي الميدل لوب اوكي تعالوا هنا هوت أنا لو هبص على الـ X-ray اللي بعدها دي برضو النورمال ها هو ودي الدايافراجم هو ودي الرايت كاردياك بوردر ودي تقسيمة ايه اللونج جميل اللي هي أبر لوب ها ميدل لوب وإيه ولور لوب هنا هوت خلاص تعالوا هنا هوت ايه في اللي جنبها دي واحدة تانية خالص خدوا بالكم بس ظاهريا شكلها زي التانية في في المنطقة اللي تحت ده هات في حاجة مش طبيعي صح ولا لأ فيه اوباسيا هي حسناً، تعالوا نبص مع بعض عليك، الديافراجم هنا يلا، أخبروا ايه؟ فوق اللاين دهو، اللاين بتاع الديافراجم واضح، أنا أشيله ثاني، هتلاقوا ايه؟ اهو، الديافراجم واضح اهو، لكن اللي مش واضح بقى، ها، انه هو الريت كاردياك بوردر، فين الريت كاردياك بوردر، حد يبصلي في الحتة دي كده؟ مش واضح خالص رايد كاردياك بوردر، تعالوا، قرنوها بالايه؟ بالايه، الريت كاردياك بوردر ايه؟ كان له وجودا هو، كان له وجودا هتلاقيه؟ هو ده الريت كاردياك بوردر، في دي اختف 올 رايد كاردياك بوردر، ما انتش عارف له ايه؟ حدود خاله، ما فيش ايه أي حدود واضحة لك، بقارنوهم تاني ببعض عشان ايه؟ حد ايه؟ محدش يطلخبط، الثين دولّ فيهم ايه؟؟enn Kent الساهم متاجئ لها كدعية حتة الأوباستي واحدة منهم الديافراجم مش واضحة اللي هي على البتاقة هؤلاء منطقة دعية الديافراجم مش واضح هنا الديافراجم ايه واضح يبقى دهية أساساً في رأية ايه دربة ايه حتة الديافراجم اكتر لكن هنا قوت في المقارنة هذه المنطقة اللي فيها الأبنورماليتي ايه ايه وهذه المنطقة اللي فيها الأبنورماليتي الريت كاردياك بوردر مرسوم هنا هوت يبقى ايه الميدل لوب اللي هو أدجيسنت لوب سليم المشكلة في اللور لوب لكن هنا هوت انا لو هبص هنا هوت يعني حددولي حد يحددلي ايه الريت كاردياك بوردر هنا هوت فين هتلاقي حاجة هيزي كده هوت ايه ما انتش فاهم ايه ده ده عبارة عن راية ميدل لوب كولابس او كونسوليديشن تتشينج على الريت بوردر فالعملية ميغا هنا هوت كده هوت ما انتش ايه قادر تقل البيض اكستندد من القلب للحطة الحاليه مش قادر تحدد ايه الريت بوردر فين بالظبط على القلب صورة يعني من اجمل ما يمكن احنا اخدنا في النورمال ايه ودي الريت كاردياك بوردر واخدنا الصورة اللي بعدها ازاي الريت كاردياك بوردر هنا اوه في الرسمة دي ما فيش صعب تحديده جدا او كونسوليديشن كونسوليديشن دي شكلها اكتر والتانية ايه راية ميدل لوب لان ايه الريت كاردياك بوردر هو اللي مضروب الديافراج ما هو واضح الايه الاوتلاين بتاعه وانا اعاوزكوا لحظة واحدة ها تديني فرصة اشرب شوية مية بس وركزوا ايه على الاكسراي طيب كان زمان ايام الشرح بقى كان بقى فيه قهوة ومسكافيه وكانت ايه ايام جميلة يعني زكريات حلوة ايه بالنسبة لي فيبقى انا اهو عندي اهو على اللفت سايد اهو لو تاخدوا بالكو الديافراج مااتيك بوردر مش واضح لكن ايه ايه واضح يبقى الاولانية دي راية لور ايه لوب كولابس ها هنا هوت في اللي على الشمال عندي البوردر بتاع الهارت واضح اهو اللاين بتاعه دققه في الحتة دي هنا البوردر بتاع الهارت ما في حاجة هايزة كده فدي راية ميدل لوب ايه اه اه ليشن كولابس او كونسوليدياشن نيومونيا او كده اه لما بنبص دايما على الشيست اكستراي بنفكر هل المشكلة في الابر زون ولا الميدل زون ولا ده في نظرة عامة مش بدقة بقى الايه الرايت ميدل لوب ولا بساعت ايه في نظرة عامة يقولك هل دي في الابر زون كده ولا في الميدل زون ولا في اللور زون دي ايه تأسيمة برضو ايه سهلة على اساس بعض القضايا مثلا ما بنلاقي ابيك اللونج ليجين مثلا دي ممكن تبقى ابسس بنتيجة تيبيركلاس ابسس مثلا تيبي بيحب الايه الابكس السيليكوزيس دايما نفتكرها الاس في السماء فوق بيعمل دامج ايه في الابر بارت بتاع اللونجز كليبسيلا نيمونيا بتحب الأل أبر بارت بتاع اللنج على حسب البكتيريا بتحب الأل أكسجين أكتر ريشيو هو ذا اللي بيخليها تتوزع فوقه بانكوستيومر بتاع الرئة يبقى أنا لما ألاقي أبر لوب ليجن دي ممكن تيبي كليبسيلا نيمونيا بانكوستيومر سيليكوزيس وممكن لو تفتكروا في الروماتولج أخذنا الأنكيلوزينج سبونديلايتس من السيفير كايفوزيس الرهيبة الإيبكس لنج مش عارفة تكسباند يحصل فيها دامج وكافيتيشن مع الأنكيلوزينج سبونديلايتس يبقى أنا مهم عندي تقسيمة الليجنز هل أبر أريا أو أبر زون ولا ميدل زون ولا لور زون سواء كونسوليديشن أو فيبروزيس أو كولابس أي ليجن اي ممكن توصفه من المنطلق اللوكيشن اي بتاعه مرضو قدي تقسيمة تانية اللوكيشن في إكس راي تانية أبر وميدل اي لوب ولور لوب يعني لو لقينا مثلا ايه ليجن في المنطقة ده هيت مثلا ايه يبقى ليفت ايه ميدل لوب زون دي زون مش اللوب ودي في الميدل زون أريا وفيه ممكن تبقى تحت ايه زي ما ايه هنشوف بعد شوية نبدأ بقى نتكلم مع دكتورتنا الشاطرة دي في الابيرانس ايه بتاع الاكس راي اول حاجة انا افكرنا فيها اللانجة اوباستي اوباستي يعني دي مثلا ايه حالة اوه يعني مش معقولة بقدر ايه 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 حاجة مش معقولة شايفين تحق اللانج دي عاملة زي السواد والتانية البياض لانج كانسر بينطق يعني ايه مش محتاجة ايه عبقرية ها دي كان حالة لانج طبعا ما اقدرش اقس منها كانسر من دي يعني دي طلعت لانج كانسر بس ايه فيه اوباستي فور ديفرينشل دياجنوز ممكن تبقى لانج كانسر ممكن تبقى انفكشن في اللانج فممكن اشياء كثيرة لكن ايه دي طلعت ايه لانج كانسر بالبيوبسي طبعا الاكس راي مش هتقس منها كانسر الا ازرقيت القسم منه كانسر لازم بايوبسي عشان نبقى ايه صرحاء لكن زي ما ناخد ليتر لو لقيت لكر ريب ديستركشن مثلا متاكل يبقى ده احتمال اكتر انها ايه كانسر فدي ليجين هنا هوت واضح كبير جدا هنا هوت واصل طلعت ايه لانج كانسر عملاقة هنا هوت اللي بعدها دي لانج اوباستي واضحة اهي هنا هوت في المنطقة ده هنا هوت كده هوت في لانج اوباستي ولو تاخد بالك الوباستي ايه جوه اهي دي الصغيرة دي جوها دايرة سودة نونو كده هوت غامقة غامقة دارك يعني انا لو هشيل ايه الكالر الاحمر ايه هتلاقي ايه دايرة هنا هوت كده دي ممكن تبقى برضو كزا بداية ابسس ولكن دي عشان صغيرة وفيها ابسس صغيرة كانت سيبتيك امبولاس هو يوجول سيبتيك امبولاي بتعمل مالتيبول بس دي كانت حالة كده ايه في البداية ايه واحدة ظهرت وبعد شوية ممكن تظهر التانيين فتلاقيها ايه مالتيبول ايه ليجينز في اكتر ايه من مكان لكن ادي الليجين اهو بيبقى ثيك وال اهو وابيض وجواه حتة نقطة كده انا ايه حط نقطة فيها في المكان ده اللي هو السنتر بتاعه كأن في ايه حتة كافيتيشن في كافيتي ثيك وال وجواه يعني انا لو هرسمه اهو كده اهوة اهو الليجين وعندي ايه دايرة صغيرة جواه وكل اللي برا ده ايه مبيض ايه حواليه يعني انا ايه لو انا هرسم ايه الليجين ايه ده هوت عندي انا عمل مربح حواليها عشان افوكس ولو حد عنده شك يعمل لي مربح النحية التانية يعني لو حد عنده ايه زر تشك اهو اعمل وقارن ما بين ده ايه ادي الليجين اهو وقارنها في النحية دي على طول ما فيهش فن بقى دي ما فيهش ليجين دي اوكي انك اندهيت ايه فيها ايه الليجين ايه زي ما احنا شايفينه ايه هنا هوت جدا فيبقى انا عندي المقارنة ساعتك ايه بتساعدني كتير جدا ايه ان انا اعمل مقارنة ما بين الرايت لانج وما بين الليفت لانج شوف الحتة تندو الواحدة فيها رأس سيركل زغيرة كده سيركلر اوباسيتي وجواها حتة سودا اللي هي ابس الزغير يعني دي طلعت سيبتيك امبرو زي ما قولنا ويه جزء من اللانج تيشو اللي هو ايه النورمال ايه في الناحية التانية اهو في المربع ايه التاني اللي فوق ايه الشورط ده ايه فانا بشيل الاحمر عشان ايه تقارنوا ايه المربعين وتشوفوا لما الصورة اتخذت في الاول كانت من غير اي مربعات حواليها هنا بنعمل الكنتراست وبنبين الفارق ما بين حتة الابنورمال الزغيرة ده ايه والنورمال ايه انا الحقيقة حبيت اعقد المقارنة المزهلة من الاول من ميجور ليجن مرعب زي اللي فات ده لليجن زغير اوي 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 على اللي افتصاد ممكن يبقى ميس دي او الواحد مش ايه مش واخد باله فعلي عبيت في الاوباس توريكو حين عندنا الاكستريمز يعني من فيري بيج ليجن لايه لحاجة سمول ماينيوت كده ايه برضو هنا في ليجن ايه زكرنا ده اللي هو يعني شبه اللي فات بس ايه في الناحية التانية هنا هوت ها الليجن ده هوت ها السيركل اللي جوه دي لو انا هعمل مربع هنا هوت ايه اخوك ده هوت مفيش سيركل ايه جواه يبقى انا عندي هنا هوت شايفين السيركل اهي 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 جوه 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 الدايرة الحمرة دي سيركل وانا ايه هشيل الاحمر خالص عشان ايه السيركل تبان هنا هوت في المربع ده واخدكو كده ركز جوه المربع هتلاقي سيركل ايه بيضة فوق ايه الشرطة الحمرة اللي انا بعملها روح انت هنا على اللانج الناحية التانية مش هتلاقي السيركل دي اهي دي طلعت لانج كانسر يعني تتخيلوا البتاع الزغيرة ده هي ده هي اللي هي دي ها طلعت ايه لانج ايه كانسر في النهاية فعشان كده don't miss الحاجات الزغيرة دي لان ممكن الليجن ايه كله ايه يطلع في النهاية الزغيرة ايه دي تكون ايه المصيبة ايه كلها فيها اه اه الى عندي انا بعد كده الليجن اهو ده حالة consolidation في اللانج يعني حالة اوباستي ادي النورمال اهو على في النحية دي اسود خالص هنا اوباستي بس فيه جوه الاوباستي دي حاجة characteristic او اللي هي ايه شايفين انتو الرفيع ده اللي ماشي جوه الفروع السودة ده هي الفروع السودة دي ها بيسموها airbroncogram يعني بيعلمات دي جدقة ها يعني مثلا عاوزين تقارنوا بجدقة دقة مثلا في حتة من الهارت هنا هوت كده شايفين ابيض ايه كل زي التلك قارنوها بالايه بالبيض ده هتلاقي جوه البيض ده حتة سودة مفرعة كده هوت دي احتمال airbroncogram اللي هو فكرته ايه انه هو لما بيبقى فيه برونكاي متفرعة جوه الايه كده هوت والالفيلاي تتملي بفليوت الالفيلاي مليانة فليوت في حالات الكونسليديشن والنيونية لكن جوه البرونكاي في اير فتلاقي الفليوت ايه عمال ايه حوالين البرونكاي لونه ايه ابيض لكن البرونكاس نفسها فيها الهوى لسه زي التراكية بيبقى الهوى لونه اسود فالبرونكاس نفسها الهوى اللي جواه اسود فبيدي لك ايه الفروع ايه ده هية ايه اللي موجودة جوه الايه البيض فدي بيسموها اير برونكو جرام لما نلاقيه بنقول ايه ده تيبيكال ايه بتاعت كونسوليديشن ما لانهوش مش مشكلة الاكس راي متنهوعة وممكن كل اللي احتمالها بس لما نلاقيه بنقول ده احتمال كونسوليديشن وده اير برونكو جرام اللي هو يعني اعتقد انه هو حاجة من اوضح ما يمكن هنا هوت وفيه اوضح منه انجبها وعاوز اقارنها بالمنطقة ده هي تجيت وايت هنا هوت واقدر اشوف الايه الفروع بتاعة البرونكاي الحتة السودة اللي ايه اللي جواه ده هي ته كل دي ايه فروع للايه للبرونكاي جواه الحتة البيضة معنى الافيلاي مليانة بياض والبرونكاي جواها لسه الهوى لونه ايه اسود فعشان كده عاملالي ايه موضوع الاير برونكو جرام اللي بيمشي معه كونسوليديشن في اللونج نتيجة نيمونيا او كده اه عندي هنا حالة كولابس في اللونج عشان انا افهمها دي ها ابر لوب ايه ليفت ابر لوب كولابس تعالوا نشوف انا شخصتات زي خدوا الابر اريا هنا هوت والابر ايه اريا هنا اوكي وبعدين انت اعملي كده هوت شايفيني انا هعمل ساهم كده وساهم كده قارن لي بقى الحتة اللي على الشمال ده هيت اهي دي هاخد منها ساهم كده واروح على الحتة دي اظن واضح انه فيه اختلاف ها الحتة اللي على الشمال سودة اكتر التانية مبيضة اكتر بس مش البيض الشاهق بتاع حتة تحس ان هو اللون الاسود ضاعف او بمكانه ابيض لكن لسه مش 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 الجيت وايت الرهيب يعني انت لو قارن الحتة ده هيت ايه ها بمنطقة مثلا ايه جيت وايت هنا انه هوت في البتاع هتحسوا بالفارق ما بين الجيت وايت ده مثلا والمنطقة اللي ايه اللي فيها الايه اللونج كولابس فانا عندي هنا هوت لما اجا بص على الصورة دي ها ممكن واحد يعاديها بس لو اخد باله بالمقارنة ها دي الابر ايريا والابر ايريا هنا شايفين الابر ايريا هنا هوت ها المنطقة دي اوكي هنا واوكي هنا هوت اللي هي البريفري لكن لما تدخل على السنتر هتلاقي الرايت لانج مختلفة ايه على الكالر بتاع الليفت لانج اه ها دي الليفت لانج ايه وادي الايه الوايت لانج ايه الرايت لانج هنا هوت طبعا الاختلاف ده هوت ها هيقدر يقول لي ان في ايه ايه رايت لانج ايه ليفت سوري ابر لوب ايه كولابس ايه في الحتة دي سواء بقى كان سببه ماليجنانسي سادد او سببه ايه لكن هو فيه كونديشن اه كولابس اه فور دفرينشال لجنوز لأسبابها ايه ايه عندي هنا لو نبص في الحتة دي انا عاوز ابص ايه فوق هنا هوت هنلاقي فيه ليجن غريب هنا هوت كده اهو دايرة كده وجواها ايه ماس بول كده هوت ها دي ايه بقى الوايت دي ايه الفكرة دي دي حاجة اسمها لانج اسبرجيلوما بتبقى فكرتها ايه بتبقى اساسا لانج اسبرجيلوما عشان ايه نبقى في الصورة ها الانج اسبرجيلومة بتبقى واحد عنده افسس ايه في الانج اساسا افسس وتيجي فانجال انفكشن تحصل ايه تكون ايه ماس جواها تبقى سروندد ايه الماس دي سروندد باير حواليها لان هي بتان من جوا ففي حواليها شوية اير فبتديك الصورة الكاركترستيك دي اللي هي ايه اللي هي ايه اللي هي ايه اللي هي ايه شوينج سفيريكل ان صولد ايه انتراكافيتري ماس زي ما انا كاتبلو كده يوجول سروندد باي ريديو ليوسنت كريسنت اللي هو ال اير اللي هي اللي حواليها وانا الحقيقة ايه واخد ساهمي تاني موضح الماس واتجاه ايه اللي هي الحطة البيضة ده هي ايه الماس ده هي ايه ها وفي حواليها ايه حتة ايه سودا هنا هو اتبراها كده فايه لو هنشيلهم كده ونفوكس ها هنلاقي ايه الماس ها ها واضحة اوي اوي هنا هوت فيه ماس بيضة حواليها اسود ودي تيبيكل في ايه اسبرجيلومة بتيجي جوة كافيتي بيكون في مرض عامل كافيتيشن لسبب من الاسباب وهي دي الاسبرجيلومة جات سوبر اينفكشن عليه بالفانجل عملت فانجل بول وحواليها ايه ال اير فيعني صورة من اوضح ايه ما يمكن هنا اوضح ايه بنبص عليها تاني ايه المنطقة ده هي فيها سيركل كده وجواها ماس بيضة ايه السيركل دي كافيتي ابسيس كافيتي وجواه ايه الماس ايه البيضة ده هي ايه الاسبرجيلومة حواليها ترانسليوسنت ايه ايريا من الاير المنطقة دي هنا هوت واضح في الرايت اوبر لوب في ايه ها لبالمقارنة اه مادي الاسود ودي او في اوباستي ضخمة اوي دي كانت ايه كونسوليديشن ايه نيومونيا كونسوليديشن اكستيندينج ايه في كل الايه ال اوبر ايه لوب ايريا هنا هوت او زون ايه الليجين هنا بقى مور دينس يعني لو تاخدوا بالكم نيومونيا مراحل يعني هنا العيان ده مثلا كان ممكن مرحلة اما استيجوف روزيليوشن يا امتا اه العيان ده كان في بداية النيومونيا لسه مرحلة ما ملاتش الالف لاي فولي لكن ممكن النيومونيا تجيلك اه مليانة فول الالف لاس خلوة وبالتالي ايه في حتة جيت ايه وايت كده قوت بالمنظر ده دي كانت حالة ايه ها نيوموني كونسوليديشن ايه في اللونج اوباستي واضحة جدا ها والتانية دي اوباستي برضو كله اللي قبلها ها بس الفارق انه هو ما هيش الديجريب بتاعتها اقل هي الفكرة ان النيومونيا لما نيجي نشرح ان شاء الله في النظر بتاع الشيست بتبقى ستيجيس ارباع ها فلحد ما توصل لها تبقى فول كونسوليديشن لكن في مراحل ايه ايه اكسوديشن في الاول وشوية فليود خفاف فهو ده اللي بيديني الايه الكلر الابيض ده هوت ايه هنا هوت ها وبقى لكن لو واحد تاني بقت فول الالفلاي تماما بالفليود هتديني الايه الاجات اوباستي الرهيبة دي كل دي ايه شكل ايه كونسوليديشن ها في نفس تقريبا الموقع الرايت اوبر ايه زون لانج كونسوليديشن من انفكشن او كده هنا هوت الليفت لانج افكتت بدرجة عالية جدا برضو اهو دي برضو شكلها ايه كونسوليديشن ضخم هنا هوت بس فيه شيء الجميل لو تاخدوا بالكم من الفروع اللي جوه ده هي دي اير برونكو جرام دي تقولك ان هي دي كونسوليديشن مش مش لان كانسر مثلا او كده في الاغلب يعني طبعا وكانت او اكسكروت بس ايه في الاغلب وجود ال اير برونكو جرام اللي هي الفروع الايه السودا ده هيت اللي هي اللي هي البرونكاي اللي ايه جوه الايه البياض ده هوت ده ال اير برونكو جرام ده ها ده بيقولك ان دي عملية نيمونك ايه كونسوليديشن ايه تيبيكال ها وانا انا انا عامل مربح حواليه هنا هوت يعني اللي فاتت هنا هوت اهيه وبعد كده مربع عشان الكنتراسط يبين الإيربرونكو جرام وأرجوكم تركزوا لحظات جوه البياض ده لحظة واحدة معايا البياض ده والحيثة الفروع الجوان فراعة ده هي الإيربرونكو جرام اللي هي نتيجة الفلاي مليانة فليود لونه أبيض لكن البرونكاي من جوها فيها إير اسود ففيها تلاقي فروع يعني لو أنا أمشي مع دي يعني قوة أدي أدي فرع وبعد كده متفرعة ايه اتنين وبعد كده دي متفرعة تانية ايه فيه فروع جواها لو أقارن ده بالجيت وايت بتاعتها مافيش فروع خالص ها أحس يعني ايه إيربرونكو اللي اتنين كونسوليديشن خدوا بالكم يعني عشان تبقى في الصورة اللي اتنين طلعوا كونسوليديشن ولكن دي كانت الإيربرونكو جرام يعني ايه بينطع قرنه دي وانت تفهموا يعني ايه أنا مش شايف إيربرونكو جرام ودي ها في الليجين جوا الفروع ده هيت وأرجو الدقاقه وتكبروا الصورة تشوفوا الإير ايه برونكو جرام الصورة دي دي مالتي فوكال ايه كونسوليديشن ها في اللونج هو صاهريا بصراحة ممكن واحد يتخذع فيها شكلها يعني مش مش حاجة كبيرة أو يعني مسلا ما هياش زي اللي فاتت دي مسلا يعني شوفوا دي عاملة زي الليجين بيمطع تعالوا شوفوا دي ايه ده في ايه ده تعالوا اندقق بقى شوية مع بعض شايفين الحتة اللي هو جوا الدوائر الصفرة دي دي نورمال لانج تيشو انا بس ايه عاوزكم انتو اللي تكتشفوها دي نورمال ايه لانج تيشو تعالوا انتو بقى ايه على الحتة التانية اللي هي شايفين الحتة البيضة دي ها شايفين المنطقة ده هي تقارنوا المنطقة البيض ده قارنوا بالايه بالنورمال لانج تيشو انتو ايه هتحسوا انه هو دي كانت ها ها فيه في ليجينز انها موجودة البيض ده فانا ده اللي انا عاوز اعمله انه هو كل الاسم السو دي دي متوجهة ناحية ليجينز شايفين الزغير ده اهو ده ايه بيض يعني انتو لو عايزين تقارنوها شايفين الحتة ده ايه اهو اهو دي بيض وعشان الحقيقة تتضح خالص يمكن انا عاوزكم ايه تقارنوا المنطقة ده هي ها ها باللي جواها فوكس عليها وبعدين ايه اطلعوا ايه فوق هنا هوت وبعدين انزلوا لي هنا هوت تحت هتلاقيوا ايه بيض اكتر يعني ادي الكالر اهو بقى ايه لو قارنو ده ده فيه حتة بياض كده هوت وفيه النقطة دي حواليها ايه بياض برضو ايه دي اوباسيتي انه هوت يعني مالتي فوكال ايه كونسوليديشن ايه في اللونج وممكن برضو المنطقة اللي تحت ده هيت ها ها وفيها حتى برونكاس كده هوت يبدو ماشي او حاجة في شكلها ايه برونكو جرام احتمال فانا لو انا عندي الليجين اخده كده انا الدوائر الصفرة دي تمثل الايه الايه النورمل اوكي الدوائر السودة اهي جواها بياض اكتر هتقارنوا البياض هتلاقوا ايه البياض اكتر جوا الدوائر ايه السودة كمبيرد الايه للدوائر ايه الصفرة عاوزكوا ايه تدققوا في الصورة دي لحظات لوحدكو كده بص جوا الدائرة الصفرة ايه دائرة الصفرة وبص جوا ايه اللي فوقها دي بص جوا الدائرة الصفرة وبص ايه هنا هوت البياض ده بص جوا الهه الدايرة الصفرة دي وبص ايه هنا هوت في البياض اللي فوق دي ها ده مش كده وبس ده فيه الحتة اللي تحت دي بيضة ايه فوق الاحمر والحتة دي ايه سوبر امبوز ده على الهارت من اللانج يعني فيه بياض ايه في الدوائر ايه الزغيرة ده هيت ايه يمكن انا عشان ايه برضك للاضاحة عملت ايه دائرة بيضة يعني الاختلاف من الصورة اللي فاتت والصورة دي ان فيه دائرة بيضة ظهرت ايه هنا هوت اهي اهي الدايرة البيضة دي انا عاوزكوا تركزوا جواها ده النورمال ايه لانج تيش جواها ولو تقرنهالي بقى قرنهالي الدايرة اللي جواها الاسود ده بالبياض اللي جوا دي وانتو هتحسوا يعني ايه مالتي فيه ليجين هنا هوت قرنه النورمال لانج تيشو بالايه بالحتة ده هيت اهيه قرنه انا عاوزك عينك هنا هنا هوت وعين ايه وتبص ايه هنا هوت وانتو تحسوا فيها قرنه السواد اللي جوا المربع الاحمر بايه الحتة دي وانتو تحسوا ايه الليجين يعني اعتقد ان احنا لو بصينا على الدايرة داية وجواها ركزنا فيها وبعد كده بصينا على الدايرة دي وركزنا فيها it will tell us clearly ان هو فيه long lesion فيه بياض هنا ايه اكتر في اللي تحت داية زاسيم شرحه ايه هنا هو لو هقارن انا الليجن دا انا عامل المقارنة من اجمل يوم بالابنورماليتي اللي هنا شوف الكلور جوا الدايرة دي وشوف الكلور جوا هنا هو اتعامل ايه ازاي ايه البياض هنا هو وانتو تحسوا ايه بالليجن فعنيكو كده فوكس لحظية على المربع دا دا normal long tissue جوا السيركل البيضة وعاوزكو تقرنوها ايه بدا عاوزكو تقرنوها بدا عاوزكو تقرنوها بدا عاوزكو تقرنوها بدا عاوزكو تقرنوها ايه بدا وانتو ايه هتحسوا يعني ايه النورمال دا normal هنا هو الفوق دا في الجوا المربع والبقين كلهم ايه جواهم ايه زي مر ايه الرسمة ايه بتنطق قدامنا هنا هو ايه هنا حالة long a الدايرة دي واضحة ايه شايفنا حالة ايه long a abscess وجواه ايه شوية ايه thickened wall ويمكن fluid طبعا هنا هوت وايه air فوق هنا هوت اهو فده typical long a abscess هنا هوت ايه ومليان اير وده ممكن ايه very thick wall ايه بتاع الايه الول بتاع الايه هنا هوت اه برضو دي اختاها long a abscess واضحة هنا هوت يعني قارنوا center� اللوب هنا. الميدل زون هنا هو. سوري. ما فيش ميدل هو. وباللونج ايه. هنا هو. هتشوفوا كده هو. ايه. فليوود اير وفليوود ليفل. دي بقى حاجة بتنطق. يعني اللي فاتت الحقيقة اه. ما كانش فيها الفليوود ليفل واضح كده. كانت يعني ايه. في حاجة ايه تحت كده. ممكن تبقى ثيكيند دول قوي او. لكن التانية ده هي. يعني بسم الله ما شاء الله هوريزونتا ايه. كده هو. ايه. اير وفليوود ليفل. ايه. ودايرة. يعني ناقص ايه? يعني يكتب. الاشياء هتطلع مكتوب جواه انا لانج ابسس يعني ده هو اللي ناقص. فدي حالة ايه لانج ابسس. اللي جنبها دي رايت اوبر لوب هنا هو. تشايفينه عامل ازاي? وكمبير لله هنا هو. ها? الرايت اوبر لوب دي ده رايت اوبر لوب دي فيها ايه. جامد هنا هو. وفي الاربرونكو جرام جوه ايه. الفروع ده هي ايه. احتمال ايه اير برونكو جرام الرفيعة ده هي. فانا عندي هنا هو. ها? الشيست اكس راي دي فيها في الرايت اوبر لوب. ها ايه. احتمال كونسوليديشن ليه. عشان جواه ايه. الفروع ايه. ايه. السودا ده هي. اللي انا ايه بعمل اسم عليها ايه. فروع برونكاي جوه كده. ودي مش هتحصل اساسا اه. التفريعات دي غير ايه. في حالات الكونسوليديشن. هو ده اللي بيملى الافي لاي فليويد والبرونكاي بتبقى ايه. جواها اير. فبتبان بال ايه. بالشكل ده اللي هو ال اير ايه. برونكو جرام زي ايه. ايه. المربع ايه. اللي عندنا ايه هنا اوات. وانا عاوز افهم يعني ايه تفريعات سودا اقارنها بالحطة البيضة داية اللي تحت. ها? وانا افهم يعني ايه ابيض وجوه تفريعات ايه سودا. هو ايه. ايه. عينك تحت هنا اوات. وبعد كده عينك هنا اوات فوق. هتقدر تحس بال ايه بالفرق على طول. يعني ايه التفريعات ايه بتاعت البرونكاي اللي موجودة ايه جوه ايه. ده هي ايه في الاوباسيتي دي. هنا دي في اه اه الاريا في الابر لوب هنا اوات على الشمال وقارنها بالليمين في اه اه في اه 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 في اه اه وفي حتا جوه كده ايه ايه لانج كافيتي واضح ايه في الايب. دي حالة طلعت توبركيلوز. دي كانت حالة ايه التي باقي ذاتمكن الايبال في اللانج كافيتي في الدين. во إبيكس بكافيتيشن. ايه عندي هنا ادي لائين أن اعمل بس عشان ايه يوضح الفوق اللاين الابيضاتIntabone ادي ده ادي الاريا اللي فيها التيبي ليجن والكافيتيجن الرايت سايد للمقارنة ايه نورمال ايه تقريبا ما فهاش ايه ليجن لو انا اخد اهو ساهم يطلع كده وايه وساهم يطلع كده وايه هقدر ايه افرق ما بين الايه النورمال والايه والحتة الاب نورمال القارنة بسبب توبركوليزاس دي برضه الكشيس اكسري بها ادفانسد ليجن من توبركوليزاس واضح في البيكس هنا هوت اهو huge pain وهو ق 참ع اقوى في اللونج دي ادفانسد توبركوليزاس مرعبة وبرضه في اري سقعه المنطق صدقاء اقوى اهو fuفزر في建ق сама اخرى من اللونج في يعني نعمل لالت بي مش مجرد واخد لالرى اوبرلوب لا ده واخد هنا ايه? حتة كمان ايه؟ فيها ايه? الوايت ارس دي فيه انفكشن برضه في المنطقة دي كمان فقديني مرة واحد هنا هوت في ابي كاللونج ليجن شاكله ابسس كده هوتها وكونس velocidade حوالي جامدة وتاني حاجة هنا هوت في الميدل فيها هنا هوت البيضة دهي تاه�adasك كارنوها بالسوات بتاع اللونج دي وانت تعرفوا يعني احنا بنتكلم فيه ده السوات اللونج وديiell عتة البيضة الأب نورمال منطقة الافنورمل تماما منطقة الريطر التي فوق ده لاحقا pause للنحية التانية فالذي عندي كانت حالة توباركيلوزيس ايه واخدة الابر رايت ريجن في اللونج واخدة برضو ايه في اللفت لونج زي ايه الرسمة ما عندنا شايفين الصورة دي الصورة دي عبارة عن واحد عنده ايه ملتيبول ايه ميتاستاتيك نوديولز يعني كان في لونج كانسر ايه وطلعت دي لو تشوفوها تختلف من البرونكو نيومونيا كانت بس يعني في النهاية مع الاعراض مع الفيتشورز مع اللابوراتوري مع البيوبسي اتضح ندي دي السي ميناتين كاسر واحد عنده هستري ايه وابعدين لقيت اللونج بالمنظر ده موسط لايكلي او مور لايكلي ايه هتكون ايه دي السيميناتشن ايه للكانسر السيت سكان النوديولز البيضة دي كلها اولوفر السيت سكان اللي جواه ها الابيض النوقة دي كلها ايه نفس الميتاستاتيك ايه نوديولز اللي موجودة ايه على الشمال فهنا اللونج ليجين هنا ايه متاستاتيك ايه نوديولز واضحة جدا انبوس لانجز اولوفر اللانجز ملتيبول متاستاتيك ايه نوديولز ادي واحدة هنا قوة ايه ودي التانية ودي التالتة اولوفر يعني الحياة الصغيرين دول كلهم برضو ايه متاستاتيك نوديولز ديسيميناشن للايه للماليجنانسي الميلياري تيبي بيبقى حجمهم اصغر وقرب بعض في الصايز دي بتلاقي واحدة كبيرة واحدة صغيرة على حسب زي ما كده هنا يوجد هنا ايه بيبقى ملتيب في المنطقة دي قارنوها بالمقارنة وقارنوها ايه اذهبوا للليفت كده وروحوا للليفت ، هتلاقي ايه في دايرة سيركا وفي وول ثيك اند تحت كده هو transmis Verd і الحتة اللي فوق دي فيها ايه ار هنا هوت كده هوت ففي كافيتاشن في اللونج ايه في الليفت اوبر اه ايه لوب هنا هوت عشان إيه الليجين يبقى إيه واضح واضح هنا هوت عندك إيه بيانطق هنا في الإيه في المنطقة إيه دهية كده هوت كمبيرد الإيه لنورمال إيه رايت لانج لكن هنا في لفت أبسس إيه كافيتيش هنا هوت عندي فيه كونديشن في الميدسين أنا أخذها اسمها لاتر آن في النظر اسمها ويجنر جرانيولوماتوزز بتبقى فيها جرانيولوماتوززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز وجواها كافيتيشنز مع كيدني افكشن مع اضر تيشوز افكشن دي بنقول ايه غالبا ويجنر ايه جرانيولوماتوزوس طبعا محتاجة ايه تشخيصات تانية ولكن احنا بندي بنديكم فكرة على تنوع الاكس راي ازاي ممكن يساعدنا في امراض كثيرة ايه جدا في التشخيص عندي هنا حالة كونديشن فيه يعني الليفت لوور زون هنا هو ته فيها كونسوليديشن وبداية كافيتي ايه جواها الحتة ده هي ته الاكستنسف كونسوليديشن حاصل في الرايت لانج يعني حاجة يعني يعني فضيعنا مش شايف اسود قوي يعني اللانج تيشو متاخد تماما دي كانت chronic necrotizing pulmonary aspergillosis دي غير الاسpergilloma دي فيها نوع من allergic reaction وفيها fungal ailment بس allergic reaction لو بتبقى disseminated وopacities all over كده هو ته مالية اللانج فدي كانت necrotizing pulmonary aspergillosis infection يعني يعني او allergic reaction inflammatory reaction حاصل جوه ايه اللانج جامد اوي 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 وديفيوز فده ممكن ايه يبقى احنا شوفنا البرونكو نيمونيا كانت متفرعة اكتر مع البرونكايل دي حاجة دفيوز عامة كده واخد حتة اكتر من حتة ماياش bilateral محدشو متريكا ما قاعدش اقول يعني مثلا ايه هارت فاليور بس ايه او كونجستف لانه يوجد عبالي بيبقى ببايلاتروس يعني يعني قرب بعض هدا في الحتة اللي تحته دي ماتخدة التانية دقيقية ايه ماتخدة وكانت الكون ديشن مع الاعراض مع.. قلب العيان دى كانت كوورونيك ريكروتيزينج بلمون ايه ضائع.. قلب العيان between congregants and Bor temples يعني.. geo m Las comprobations دى ايه زيزة بديما بتاعة بكتيريان نيومونيو الي هيا بنشرحها في النظرanna ع suspended وهي الغزي earning the lekpaste الي هي ماشية مع اللوب اللي يعني دي كلاسيك ... يعني بتاعة كوتوب كده بتقولي دا وهي طويل الذيけれب واخده ويدش مكان اللوب اللي متاخد اللوبيولي صغير الجزء منه اللي متاخد بيبقى شكله ويدش والباس بتاعته نحية البلوراد ما فيش يعني هي دي بسبب بكتيريا نيمونيا فأنا عندي هنا حتة أوباسيتي فوقها قارن بالنحية التانية عشان تشوفها والأوباسيتي واضحة هنا هوت واخده تريانجلر الشيب كده هوت والباس بتاعه نحية بره تيبيكال نيمونيك ايه كونسوليديشن اناتوميكالي هو شكله عامل كده فلما بيتملي في لويد ايه من جوه بياخد ايه الشكل ايه ده هوت فدي لانج كونسوليديشن كوزد باي بكتيريا ايه ها نيمونيا عندي بعد كده هنا هوت دي نورمل لانج وهنا ال سي او بي دي كرونيك اوبستركتف لانج ديزيز هتلاقوا هنا انا عاوزكم تركزوا على حاجة شايفين الديافراجم كيرفد ازاي كده هوت هنا هوت كده ها هنا هوت هتلاقيه لوفلات ديافراجم واللي بيحصل في الانفزيما ها ها بنلاقي ايه الهارت اه ده الهارت النورمل هتلاقيه مسحوب لتحت كده هوت ايه مطاول لان ايه الانفزيما زقت الديافراجم لتحت وشد على الهارت راح الهارت ايه بقى مطاول ومشدود لتحت فبتلاقيه مطاول كده هوت الهارت ايه ورفيع شوية ومنازل لتحت ايه وتقارنه بالقلب ده تحس ايه بالوصف بتاع الايه الانفزيما والديافراجم بدل ما بقى كيرفد اتبطت لتحت فتلاقيه ايه لوفلات ايه دايافراجم اين هوت فهو بالمنظر ده ايه ادي ايه الديافراجم اهوت لكان نازل كده دا ايه بقى لوفلات دايافراجم اين هوت كده هوت والهارت شيب ايه نازل بقى مطاول ريبون شيب ده ار بيسموه وحتى لو نلاحظ ما بين الريبز المسافة ما بين الريبز ايه وسعت قوي 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 هنا هوت لان اللونج امفيزيمتاز فبتبعد ايه الريبز عن بعضها وايدلي سيباريتد ايه 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 ريبز ايه دي كونديشن فيها بياض ها نتيجة ايه ها يعني لو انا دي علمين ايه الاشاعة دي بصوا فوق في اللونج كده هنا هوت مثلا ها وقارنوا ايه باللونج ده هنا هوت اخدكم كده اخدكم كده ايه لللونج دي واخدكم برضو ايه على اللونج ايه ده هيت وانتو تحسوا يعني ايه اه 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 دي حالة انفيزيمة ومعها ايه عنيفة جدا فانا جايب لكم ال ايه الكمباريزون النارمال اه اه اهو اهو وبعدين شوفوا اينا البرونج اولوفر 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 برونكاي مليانة ده واحد بقى شارب سجائر او عنده مشكلة رهيبة في البرونكاي عنده برونكايتس رهيبة مرعبة البياض اللي جوه السواد ده توزيعة الشعب الهوائية يعني 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 ادي النورمال لونج ايه على الشمال بتاعنا فوق اهو بصوا عليها ادي اعمل مربعنا جواه كده عشان تتخيلوا النورمال ايه الشعب الهوائية يا دوبك ايه بين بايضها يعني بالعافية انهوة تحتت كده ايه يعني خفيف تعالوا شوفوا النحية التانية دي عاملت ازاي وانتو تتخيلوا يعني ايه اه وعاوزكم دايما ايه تقارنوا دي بدي وانتو تتخيلوا ده النورمال لونج على الشمال اللي علمين دي الشعب الهوائية كلها باينة تماما اه هناهوة وباينة وباينة تماما برضو شعب كمبيرد ايه وده مش كل الباصولوجي ده بيظهر ايه متفرع كده مالي اللونج ايه 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 في حقا ايه ايه لو لقينا ان احنا نقول ايه دي حالة سيفير مش كرونيك بلغضاء بقاء كرونيك ايه برونكايتس وال ايه ايه برونكاي ايه مالية اولوفر من فوق لتحت مسايبة حتة متفرعة وبينة وثيكند كمبيرد للايه للنورمر ايه اللونج ايه اللي شفناها ايه على النحية الايه الشمال فدي حالة كرونيك ايه برونكايتس اهي سيفير مش عادية اه 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 هنا اول فيه كان مشهور البرونكايكتاس البرونكايكتاس التيبيكال اكس بتاعتها بتبقى فيها سيفير الريجلر اوباستيس نتيجة اللي هي دايليتد برونكاي ومليانة باس بتبقى فيها حتة اوباستي كده وممكن تديني هوني كومب ابيرانس المنظر ده هوني كومب ده احتمال ايه كبير في اللوق في البيس بتاع اللونج تيبيكال كان البرونكايكتاس اه انفكشن ومسك البرونكاي بوز الوال واضعفه بدأت تبدأ تضيليت وتتملح ستاجنيشن فيها باس فبقى الوال ضيليتد ثيكن بتاع البرونكاي بيظهر على هيئة المسدسات دي او الاشكال ده هيت اللي هو جوها اير طبعا جوها اير ما هي برونكاي بس الوال ثيكن جدا وساعات مليان باس فبتديني ادي البرونكاي اليول بيبقى ثيك واجوها السواد اللي هو الار اللي جوها البرونكاي بس ايه ثيكن دوال وضيليتد بيبقى فبتديني الشكل ده اللي هو لو هقارن بالنحية دي ها ادي الناحية دي نورمال اهي لكن لو هقارن بداية هنلاقي ايه فيه هوني كومب أبيرانس بتاع البرونكاي اكتاس اللي هي ضيليتد برونكاي وفيها انفكشن وثيكن دوال وجوه الار واضح انه تدي ايه شكل هوني كومب أبيرانس وبقارنها بالمنطقة ايه اللي هي هوت كده ايه عشان اقدر احدد الفرق بين النورمال او الريلاتفلي نورمال بالأبنورمال ده هيت وطبع الابرلوب يعني واضح انه الريلاتفلي مفوش المشكلة دي خالص هوني كومب أبيرانس اللي ايه المشهورة عندي انه هوت البلمونري فيبروزيس ديفيوز واضح انه في ديفيوز ليجين كده هوت شكله كأنه ايه بقم هايش حالة ديفيوز كده هوت وايه نوديولز صغيرة صغيرة كده في نوديولز صغيرة في بيضة وفي ديفيوز ليجين فاحتمال كبير ده بالمونري فيبروزيس ومعه شوية نوديولز بس ملاحظين متركزة في المنطقة ايه اللي فوق اكتر يعني لو انا اخذ لاين هنا ولاين هنا المنطقة اللي تحت دقيت ها ها مفهاش ايه النوديولز دي يعني شوفوا اللي فوق نوديولر ازاي برضو المنطقة اللي تحت هنا فيها فايبروز بس النوديولز العنيفة قوي قوي موجودة ايه فوق دي تمشي الانترستيشي البالمونري فايبروز اولوفر اللونج في ديفيوز فايبروز لونه ابيض كده بس المنطقة اللي فوق فيها جمدة جدا ها دي بتمشي اكتر مع السيليكوزيس ها اللي هي يعني هي حالة من حالات النيومو كونيوزيس او الانترستيشي البالمونري دي زيز اللي هي بتبقى انفلتريتنج اللونج بنيوميونايتس في الاول وبعد كده بيطلع ميدياتر زي الانترلوكين وغيرها بتستيميليات الفايبرو بلاست راسب كولاجين وتعمل ديفيوز ايه في الرئة فانا عامل دايرتين هنا حوالين مأماكن الليجن اللي فيها نونديولاريتي وفايبروز جامد اوي ها واضح انه هو ايه ديفيوز ليجن بس متركز اكتر في منطقة الايبكس ودي قلنا تمشي بقى السيليكوز قلنا الاس ايه في السماء السماء السيليكوز تيبيكالي ايه في الابر ايه 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 بارتز بتاعت اللونج ايه ايه لو انا اجي ابص على انترستيش في فايبروز بتبقى نتيجة حالات الاكسبوجر لمواد معينة زي الاسبستوس وغيره او ايه عمتا من مواد التوكسينز بيحصل وفايبروز واخد الشكل الديفيوز ده قرنو بالكون اللي كانت حتة كده ودج شبل واخدنا من شوية وانتو تحسوا الفارق قرنو بالبرونكو نيومونيا لو فكركم اللي ايه متفرع حتة كبيرة كده ويعني مختلفة او بالميتاستاسيس الكبيرة لا ده 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 يعني مش قادر ماقدرش حدد له كده موقع كده معين واقول انه هو بس في النورماليتي هنا هو ده مالتي فوكل بتاع البرونكو يمانا لسه كنت بكلمكم عنها يعني لو تفتكروا انا هنا ده 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 رفيع كده نتويرك رفيع كلها شوفوا الفروع رفيع عاملة ازاي لكن ده هو اللي بعد ده هتلاقي مدورة كده كبيرة شوية ده ده مع البرونكو ريتيكيلر باترن ده ده الباترن ده في البيضات ده البيضة ده الواضحة ده تمشي اكتر مع برونكو نيمون طبعا مع الحالة بقى في باس وفي 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 والكلام ده كله هيساعدك في تشخيص حاجة اكتر من التاني لكن احنا بنتكلم كأكس راي ممكن اشوف ريتيكيلر باترن وممكن اشوف حالة زي برونكو ونيومونيا دي كان حالة ديفيوز هو ديفيوز وكله بس تحس في مختلفة مختلفة ملياها وبقرناها باللي قبلها ديفيوز بس وهنا ديفيوز ومع حتة ديفيوز بقررها تاني ديفيوز وفي ديفيوز ديفيوز اضيفت ده الاولانية كانت انترستيشي البلمونيلي ديزيز التانية دي برونكو اي نيومونيا انا بقارن هنا ما بين الحتتين واضح انه دي مور سيفير عن ال ال اي اي انترستيشي هتلاقي هنا في ال ال اكتر في الحتة دي اكتر باخد انا دائرة جوه ادق كمان شوية واشوف الحتة دي اترستيشي عامل ازاي وفي ال ال اترستيشي اترستيشي فوق اللاين ده في اللاين ده اللاين وبصوا على الراية اللاين في اللاين وهتحسوا على طول بالفارق ده يقول لك انه ملتي فوق افكشن ياس برونك نيمونيا ولكن ها في افكشن اكتر ايه في ناحية اللاين وانا شايف حتى حتة كبيرة كمان اللاين اللاين عملت عليها بال احمر فتلاقي اللاين هنا واضح انها متأثرة اكتر وانا عملت الدايرتين دول عشان تبصوا على الرايت لانج ليجن هو اللاين تحت دي تقريبا ايه زي بعض لو تاخدوا بالك الجزء التحتاني ده ولكن الجزء الفؤاني ده المنطقة دي مختلف عن دي واضح اللاين هنا في اللاين ايه اعنف في المناطق دي هنا في اريا ايه زي ما قلنا كبيرة شوية اف كونسوليديشن ايه فانا بعمل برضو مربعين كده بقارن ما بين الايه الليفت لانج والرايت لانج في ديفيوز ملتي فوكال ليشن في الاتنين وفي ارياس اف كونسوليديشن متفرع كده بعيدة عن بعض كأنها كل برونكا صغيرة في اخيرها ايه حتة ايه كونسوليديت فحالة برونكو نيمونيا ولكن بنقارن ايه الرايت سايد بنقول ان الرايت سايد كانت ايه مور سيفير عند الحالة دي كونبيرد ايه للليفت سايد اللي هي في لسه السواد لسه موجود ايه بمعدل ايه اكتر كونبيرد للتانية انترستيشيال انفلتريت ايه واضح ديفيوز ليش ايه واضح ايه اولوفر اللانج عندي هنا هوت يعني بقارن بالليفات شايفين رفيع ريتيكيلر ريتيكيلر باترن ايه اولوفر ايه اللانج ايه 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 لو تدققوا وتكبروا الصورة هتلاقي ريتيكيلر وانوديلر على خفيف كده لكن ديفيوز ها قرنوها بدا ماسز رهيبة في البوصلان كانت كانون بول متاستاسيز اللي هي بتحصل مع الرينال سيل كارسينوما والكوريو كارسينوما العيان ده طلعت كوريو كارسينوما في التاستيكيلز وابعت كانون بول متاستاسيز اللي هي الكبيرة ده هي الدواير ده هي الحاجة بتنطق يعني مش حاجة مش زار قرنوها بالديفيوز ريتيكيلر باترن ده اللي هو ديفيوز أولوفر اللانج تيشو مفيش ماسز واضحة فيه ده مع انترستيشيال بالمونري ايه فايبروزيس او انترستيشيال نيومونايتس دي مثلا كان حالة انترستيشيال نيمونيا ايه تيبيكال نيمونيا مثلا دي طلعت كده فأنا لما لاقي زي ما بنقول بنشوف هل في فيفر هل في اكسبكتوريشن هل في اعراض تانية كل ده بيقول لي انا فين بالزبط فدي حالة انترستيشيال نيومونايتس فيها انفلتريتس انترستيشيال انفلتريتس بس سببها كان انفكشن دي حاجة اولوفر برضو بات مالتي فوكل ها وميتاستس كانون بول متاستس فده يفرق ما بين الديفيوز انفلتريشن في اللونجز زي دفيوز نيومونايتس في الحالة دي او نيومونيا والمالتي فوكل افكشن كذا فوصي كتير كتير افكشن ايه كانون بول متاستس او 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 اللي قلنا دي طلعت كوريو ايه كارسيروما في التاستس وبعت ممكن ظاهريا بصراحة ممكن مكانوش يتشافه ولكن لو انا اخذ ايه نظرة اخرى لها شايفين الدايرتين دول شايفين ادي الدايرة الاولانية هي فوقها جوا دايرة بيضة وهنا جوا دايرة بيضة انهارجع لنا للصورة مرة تانية ووريكوا ايه مثلا المربع هنا كده او هنعمل مربع هنا وهعمل المربع هنا هو كده ها الدايرة دي الابيض اللي جوا دا دا كانت ايه جزء من المربع هل تتخيلوا ذلك يعني ادي المربع هنا والاس وده هو بتاع اللانج ودي ايه جوا دي وفي مش كده وبس في حاجات سوبر امبوز مع الهارت شادو ها المتاستيس واخد حتت فجا زاهرة مع الكاردياك شادو فانا عندي هنا هو الليجن دا هو ادي الليجن الاولاني ادي التاني ادي التالت فوق الشرطة دي ادي الرابع كل دي ايه واحدة متاسة ايه وسوبر امبوز ايه على ايه الهارت شادو كمان يعني يعني اصلي على الهارت شادو سوري فتلاقي بياض الهارت ايه مختلف ايه في الحتة دا ايه هتلاقي البياض بتاع الهارت اختلف تماما في الحتة البيضاوية دي عن المنطقة ايه اللي جنبه قارنوهم ببعض وانتوا ايه هتحسوا ايه بيهم زاد الدايرتين دول كل دي سمول نديول كانت حالة ايه لانج متاسة سيز عاوز تقارن النديول قارن النديول متاسة ومالتبول نديول دي بالمونري انفلتريتس رهيبة ممكن تبقى اي حاجة بس شكلها ديفيوز مايش السيركلز المزبوطة بتاع المتاسة هي طلعت في الاخر بالمونري ايه تيبركيلوز طلعت حالة بالمونري تيبركيلوز فيها ديفيوز انفلتريتس عاملة زي القطن المنفوش كده اه اه اولوبر فواخد الايبكس اكتر في اللونج كلها الحقيقة حاجة مرعبة يعني تلاقي عيان عنده اميون ديفيشنسي او حاجة وعيانين الايدز بيجي لهم تيبي اللي تعرفين ومورف الايبكس فيه فيبروزيس جامدة وفيه شكلها كونسوليديش كمان دي اكتف ستاج اوبيس ولو ان ما تقدرش تقسم غير يعني دي شكلها ولكن ايه باكتريولوجي دياجنوس التيبي ما نكتفيش فقط بالاكس راي فواضح هنا فيه بس متركزة اكتر في الابر بارس بتاع اللونج حالة اكتف ايه او دواء بالمونري تيبركولوزيس ايه و دامج في الانج عندي بعد كده الحالة الحالة دي بالمونري فايبروزيس فيه ديفيوز انفلتريت سين هوت كده وفي المنطقة ده هيت فيها ايه احتمال انفكشن ايه في المنطقة ايه ده هيت برضو بنبص بسرعة كده دي ملياري شادو بتاع التيبي اللي هي دوتس 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 كتير في اللونج دي ملياري تيبركولوزيس برضو انقوض دي انترستيشيال نيمونيا برضو انواع مختلفة ريتيكيلر باترن على الشمال مثلا انترستيشيال نيمونيت ستاع فيبروز والريتيكيلر باترن على مين يعني كل اللي عاوزكوا عينكو تبص على الشمال دي هتلاقي ديفيوز انترستيشيال باترن هو ده التانية ديفيوز باتر بس ايه سمول نوديلر يعني هتلاقي سمول نوديولز قرضو هنا قوت اللونج هنا قوت باللونج هنا قوت وانتو هتشوفوا ايه المالتي نوديلر نيتشر اللي مع ديفيوز برضو انترستيشيال لونج ايه ديزيز دي برضو حالة ديفيوز فيبروز كده ريتيكيلر باترن تحت هنا مش فوق بقى دي كانت حالة سيستيميك لوباس ايه عاملة ديفيوز لونج فيبروز كمضاعفة للايه كاميون دي سوردر بيبقى معها فيبروز دي الهارت كبير هارت شادو كبير وفيه فاكرين السيفاليزيشن اللي قولناه انقوة البلوت فيس طالع الفوق وفيه حالة بالمونري ايديمة في كل لونج مليانة ايه حطة بيضة مع كارديوميجالي مع كراكلز مع هستري مع عراض هارت فيلير التانية ها كل دي ايه تخليك تقول ان احتمال كبير ايه دي كونجستف هارت فيلير ومع بالمونري ايديمة ايه واضحة في الايه في الايه في التو لونج زينا هو جامدة قوي فده بيدينا فكرة احنا شفنا الكونسوليديشن في اللونج انفلتريشن سواء نيومونيا او او انترستيش بالمونري فايبروز شفنا متاستسيز شفنا 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 بتاع التي بي شفنا نوديولر شادو بتاع انترستيش بالمونري فايبروز وهنا بنشوف ايه الوايت اي رياس بتاع اللونج ايديمة كل ده في الوايت في الاباسيتي هنا هو الانجل هنا لو تاخد بلا دي كونجيستف هارد فيلير زي اللي قبلها بس ايه او اللي قبلها قصدي سوري ولو انركز في الانجل ودي يقول لنا حاجة ان انا مش مجرد اشوف الليجن كده خلاص افرح وقول اه ده هارد فيلير لا فيه هنا هو دايرة داية قارنوها ايه بالحتة دي وانتو تحس ايه في بداية مور افيوجن في الاثنين فيهم افيوجن على فكرة بس دي ايه اكتر فانا لو هقارنها هنا هو تقادي الدايرة دي واد الدايرة ايه اللي بعدها واحدة منهم في الاثنين فيهم افيوجن بس دي مور اوبيك فمعناها انها ايه اكتر ايه من التانية فده ما خليناش نقومية الداياجنوزز بتاع ايه حاجة اه اللي 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 بعد كده عندي اه برضو دي حالة والايريا في الهايلام مليانة 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 الهايرال شادو هايزي وضيليتد وفي ايه 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 بتاعتها شكلها ايه ايه كاركتريس بتاع الهارد فيليار طرعا من السنتر لكن ايه اللي قبلها لو تفتكروا كان فيها بلورا الفيوجن يعني قررن دي دي برضو بس الانجل كانت سليمة ده على سبيل المسال اوكي فايمكن ده يدينا فكرة انا ممكن الاقي مليانة ومع بلورا ايه ممكن الاقي معه بلورا ايه 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 معه ايه بلورا في القوستوف ريك انجل ده دي مالتبول ميتاستاسيز برضو كانون بول ميتاستاسيز في اللانج وده برضو مالتبول نوديلر ماسيز في اللانج ممكن تبعها بسبب ديفرينشل دياجنوزيز كذا حاجة حاجة لها الحقيقة بالنسبة ل ده الاباستي الهيبر ترانسليوسنسي في اللانج بنتكلم على التنشن يومصوراكس وهنا اللي هو بيكون اريا بلاك جيت بلاك هنا قارنوا الاريا اللي هي اللي أنا بعملها بالأحمر ده تقارنوا الكالر جواها بس ثانية واحدة كده بالمنطقة التانية من اللانج ده ايه هنا هوا كده وانتوا هتحسوا ده النورمال لانج ودي جيت بلاك مفيش اي برونكاري فيها مفيش اي عاجة ده جيت بلاك اير ده نيومصوراكس وفاعس اللانج عامل ايه لانج كولابس راهيب فانت لو هنبص بس سريع كده هنلاقي ادي ايه نيومصوراكس فظيع قد كبير جدا جدا الاسود ده من اللانج قارنوا بالليفت بالرايت لانج وانتوا تحسوا بالفارق ونيومصوراكس جامد قوي غالبا تنش فاعس اللانج اه اه اللانج التراكية مرمية على الناحية التانية والهارت شفتت كمان للناحية التانية لان ايه ده تنش نيومصوراكس ايه واناخده بالتفصيل مع البلورا فاعس ايه اللانج تماما زائد التراكية زائد الهارت كله في هذا ايه الاتجاع جيد بلاك أبيرانس برضو دي حالة جيد بلاك أبيرانس قارن النورمال لانج هنا هوت فوق المسلس وقارن الاس وده جيد بلاك أبيرانس ها ضاغط بفظاعة هنا هوت التراكية لو قادرين تشوفوها الهي التيوب الهي اللي جوه ده هيت هنا هوت مرمية الناحية دي كده والهارت مسؤول الناحية دي تماما فاي زائق تماما الميدياستاين في الناحية ها وزائل ميدياستاين ها دي حالة تنشن ايه نيوموسوركس برضو دي قارن المنطقة ده هيت في النورمال لانج بالمنطقة دي اهي دي ايه ها حالة ايه ده نورمال دي جيت بلاك أبيرانس ناعة نيوموسوركس ها اللي بعدها برضو ادي برضو نورمال اهي على الشمال ده هيت بنشكل بنشوف كذا نوع والجيت بلاك بتاع الايه النيوموسوركس او يعني مفيش اوضح منه انه قوة دايرة دي يعني حاجة جيت بلاك ايه بينطق كمبيرد لل لانج حاجة يعني يعني بتتكلم يعني ان في الرائة هنا في نيوموسوركس في هوا في البلورا عندي برضو حالة نيوموسوركس جميلة جدا هنا واضح هنا هو كده ها والسواد هنا ايه فاعس ايه انا ليه باخد نيوموسوركس عشان بدي اجزامبل على الهايبر ترانسليوس وعاوز اقول لكم الحصة طويلة بتاع اللانج انا محبتش بقى قسم التركيها تبقى سيارة في عاجات اقصر انتو تقدر توقف وترجع تكمل يعني ايه لو الواحد تعب من بتاع يقدر يوقف يرجع ويرجع ايه يكمل تاني دي بيزد اليوتيوب والحاجات في عائلة نيوموسوركس اهي اللي هو ايه الهي الهي وفي اللاين بتاع البوردر بتاع اللانج الحقيقة ها بيمطأ يعني نيوموسوركس برا وهي جوه ادي ايه بتاعها دي شبهة التانية كان مفعوصة قوي لو تفكروا اللي هي تفعصت للآخر وشفت من دي اللانج لسه حجمها كبير شوية فلكن نيوموسوركس واضح انه ايه بيضغط هنا وعمل ايه ايه بينه بين البلاك هنا هو جيت بلاك والوايت اريا بتاع الكولابس دي برضو حالة نيوموسوركس نادرة جدا الحقيقة الواحد كان يلاقيها جميلة الحقيقة لو نشوف الابر بارت بتاع اللانج هنا انا عاوز تتخيلوا شايفين اللاين دا هو شايفين دا اللاين بتاع اللانج وهعمل واحد مقابله النحية التانية وانتو هتقرنوا ما بين السواد اللي هنا بالبيض اللي هنا وانتو هتحسوا انه المنطقة دي منطقة ايه لو نقارن الابر بارت بتاع اللانج اللور بارت شابه بعض تماما نقارنوا اللور زون بالميدل زون هنا هتلاقيهم ايه لكن الابر بارت بتلاقي لاين كده دا اللانج ايج عشان نبقى في الصورة اللي خدناها في التانية كان بالطول هنا اللانج ايج مفعوصة من فوق ونيوم سوركس في النورمال لانج واحد ايه فوق اللاين دا هتلاقي جيت بلاك اريا بتاعت الانج نيومو ثوركس ها كومبير للانج وزي ما اتفقنا اللانج بوردر هو الكيرف الجميل دا هو دا الانج فده كان ممكن الحقيقة تبقى ميز دا الاشاعة دي لكن ايه حالة ايه نيومو ثوركس في المنطقة اللي فوق دا ايه دا ايه بتاع اللانج دا اقو فيها ايه ثاني كده انا اعمل اللاين بوضوح عشان برضو يحدد لكم وال اللاين الثاني كمان يعني عاملين ادي الصورة في الاول اللي هي ممكن تبقى ميز بصراحة ولان ممكن يكبر وتبقى مصيبة سودة يعني يعني مش زار ها ادي الابوف اللاين الابيض في الليفت لانج في حتة نيوموسوراكس جيد بلاك كده وهنا هوت ابوف ايه تنورمال لانج تيشو قرن الاتنين ها انا مش عاوز اتدخل في قرن انتم بعني كل الاتنين وانتم تحسوا ايه بالنيوموسوراكس بالنسبة للنورمال لانج تيشو عندي هنا هوت دي الحالة ايه امفيزيمة برضك اللوف لات ايه دايافراجم هنا هوت لو تفتكروا دايافراجم كان بيبقى ايه طالع كده هوت لا ده نازل هنا هوت لوف لات دا تخلينا فكر في حالة ايه امفيزيمة ومعاها هايبر ترانسليوسنس اكتر في الحتة اللي فوق ده تقرنوها بدأ هاي هاتحس الحتة اللي دي مور ترانسليوسنس عندي دي امفيزيمة والاير مالي الالفيلاي برضك هنا حالة الامفيزيمة بقارن دي بدي ونحسها ونقارن ايه بالنورمل هنا هاتحس النورمل شوف ما بيضى شوية هاي اللي هنا هو مور بلاك عشان في اير اكتر في حالات الامفيزيمة واتفقنا ان فيه الدايافراجم نقاط في النورمل كيرف جميل اوي كده هو الدوم بتاع الدايافراجم بتنطأ هنا هو مبطط لتحت لو فلات دايافراجم بسبب ايه الامفيزيمة سلانج بوشينج الدايافراجم التحت ففيه لو فلات ايه دايافراجم ممكن دي هنا المنطقة لو تقارن فوق في اللانج هنا في المنطقة دي هتلاقي الحتة دا دا نورمل هنا جيت بلاك مفيش اي فروع يعني يعني مور بلاك كبيرة كده في حالة انفيزيمة دي كانت بولاس انفيزيمة كبيرة جدا بتبقى كواليس البولي الزغيرة او انفيزيمة تسئرياس بتكواليس تجذر وتعمل فممكن تلاقي الحتة مسودة احنا بنتكلم في الهايبر ترانسليوس اخدنا وباستيز وبنتكلم في الهايبر ترانسليوس هتلاقي ايه اللي هي دي على الشمال في لسه فروع البرونكاي موجودة لو تدققوا ايه ادي فرعة هو ودي فرعة تاني هتلاقي نورمل ايه لانج تيشو هنا اوض فيها لكن التانية هتلاقي ايه جيت بلاك تماما مفيش اي مظاهر من مظاهر ايه فدي اساسا انفيزيمتاس بولي ها ماليا في الحتة دي كومبيرد لالنورمل تيشو وتقول ليه دا النورمل لان دا جوا الفروع بتاعت البرونكاي واضحة وفي بياضات خفيفة ايه وكده اللي هي دي الفروع هو دا النورمل لكن لما تلاقي جيت بلاك بالمنظر دا دا ايه تفكر ان فيه يا بولي وعلى حسب ايه طبعا الشكل بتاعه بنقدر نحدد هنا لو نشوف دي حالة كانت شايفين الواج دي دي حتة متاكلة دي البيضة اللي جوه دي دي كانت تاعت قرب البلورا ها مش وقاء كده هو واخد ناحية بلورا بالمونري امبوليزم ممكن تعمل اوباستي وممكن طبعا النيمونيا تعمل حاجات كده بس دي كان حالة بالمونري امبوليزم هيستري of dvt chest pain acute pleuritic chest pain والشيء الجميل ان اللونج على ناحية التانية هايبر ترانسليوس انت قوي لان دي انت عملت ايه اوليجيميا في حالة بالمونري امبوليزم فقللت البلد فالإير نسبته زادت فبان ان هو ايه more black هنا هو دي برضو ايه حالة نورمال اللي علمين ده هيت بقارن اللونج نفس اللونج بقارن ها باللي فيها بالمونري امبوليزم طبعا هنا قوت مفيش ليجين هاي هنا قوت لكن ده هيت فيها وفي نفس الوقت المنطقة ده هي تقارن اللونج هنا هو باللونج هنا وانتو تشعروا يعني ايه بالمونري اوليجيميا في حالة بالمونري امبوليزم ادي النورمال فيها الشعب الهوائية بينها والبرونكاي بتنطق هنا هو دي حالة لونج اوليجيميا نتيجة ال بلوت فلو مع الكنتكست بقى بنحدد يعني هنا بلوريتيك شاست بان وهيستري او دي في تي وتاكيبنيا كل ده بيديك هيمو بطاق كل ده بيخليك تفكر ايه بالمونري امبوليزم واحدة عندها اكتر الهايبر كواجيولوبا مثلا اثناء بريجنانسي او كده كل ده وفجأة جالها بلوريتيك شاست بان نتيجة الليجين اللي هو بالمنظر والدليل ان هو الهير نسبته اعلى في بلاك ايريا وقرنبل نورمل هنا هو عشان نحس الفرق ده شعب هوائية لكن اللي هو ده 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 ما فيه خالص مش باين فكل دي تمشي مع نتيجة لانج ايه اوليجيميا في حالة ايه بالمونري ايه امبوليزم اللوكيشن بتاع الليجن احنا جبنا سيرته قبل كده ممكن يبقى زي مثلا الاجزامبل ده راية ابر لوب ايه كلابس اهو اهو في الراية طبعا وابر ايه لوب اريا اف كلابس قرنوها بايه بالنحية التانية اخدنا اه وحنا خلق يعني مش مناقشة يعني قارن ده ايه اللي هي دي بالايه بالنحية دي وانتو تحسوا ايه على طول الفارق ايه ما بين الاتنين دول واحدة فيها كلابس راية ابر لوب ها وده شكل تيبي لكلابس يعني لو تفكروا الكونسيليديشن ايه كان بياخد ايه اه الشكل ده اه كده هو الكلابس بيبقى واخد شكل لوب بس ما بنقدرش يعني في النهاية برضو بقول الاشاعة مساعدة يعني مش لوحدها بس يعني مع الاعراض التانية مع كذا بتقدر تقول ايه السبب في الاوباستي هنا كانت راية ابر لوب ايه كولابس وبقارن دي بالنهاية التانية وقدر حد ده هنا هوت ده ابر لوب برضو كولابس في المنطقة ده هيت كده هنا هوت كولابس قارنه هنا مفيش خالص اللانج مش كولابس زي الفل هنا لكن هنا مفعوصة بحاجة ايه من برا غالبا نيوموسوركس هنا هوت لو تفتكروا قلنا ان فيه راية لور لوب وراية ميدل لوب لو راية ميدل لوب متاخد بكون وده بنكلم على الوكيشن هنا يعني احنا خلصنا الاباستي خلصنا الهايبر تراليوس ده بالنسبة الابيرانس بعد كده بنتكلم على الوكيشن راية ميدل لوب بيخلي الراية بوردر بتاع الهارت ايه مش واضح لكن الراية ده ده سوري معذرة سوري معلش في حصل لخبط لحظة واحدة ارجع لها تاني ده لوس اف راية بوردر هنا هوت في راية ايه ميدل لوب كولابس والديافراج مواضح هنا لأوتلاين فاللور لوب غالبا ايه سليم تعالوا مثلا الاشعاية ده ده الديافراج سليم اه والراية بوردر بتاع الهارت برضو ايه مش واضح هنا هوت مش كلير اوي فغالبا ده في الراية ايه ميدل ايه لوب اللي هو بعيد شوية عالديافراج لكن ده هنا قوة الديافراج مش واضح له ايه اي حدود ايه حدود الديافراج فدي غالبا رأيت لور لوب ايه كولابس وشرحناها في الرسمة في الاول رجعوا لها هتلاقوا ايه مشروح الاناتومي بتاعها كويس اوي ايه وانا عندي الصورتين دول من افضل ما يمكن دي كانت حالة لونج كولابس هنا هو نتيجة ميوكس بلاج 40% 50% مش كامل يعني مش كومبليت فلسه بين السواد بتاع لونج ولكن الكولور هنا في حاجة ابنورمال في المنطقة دي وبعد ما اخد علاج بدأت المنطقة دي ريليفت يعني انا لو هبص على الصورة دي ها الاقي المنطقة ده هيت شايفين عاملة ازاي وبعد شو اخد علاج وبقيت ريليفت المنطقة دي هاو وطرناها ايه بالمنطقة دي اللي هي اللي هي اللي بقت نورمل فادي نتيجة ميوكس بلاج سدت وحصل اتعالج العيان ها والسبيوتم خرج واخد انتيبيوتكس وادي الشيست اكس راي بعد ما كان فيها ايه اوباستي هنا بدأت ايه تختفي اوباستي بعد ايه العلاج كان سبب هقولنا ميوكس بلاج سدت وعمل ايه بارشي لانج كولابس في المنطقة دي ها اه وجنب هارت في الحتة دي بتاعت ايه اه ميدل لوب رايت ميدل لوب فيبقى انا عندي الصورة اهيت كده هوت الهيت قبل العلاج وده بعد العلاج ايه الكولابس ممكن يسببه لانج كانسر ولكن ممكن كانت ميوكاس بلاج سادة لبرونكس وعاملة كولافس. هنا كانت أخذ علاج وخف. ليس لنكسر دعليباً. كانت إنفكشن وميوكاس بلاج سادة وبدأت ريليفت اللونج بدأت إكسباند تاني. الزواد بدأ يبان فيها تاني كومفيرد للتاني. هنا برضو فيه Total Attlectasis أو كولافس في الليفت أو تقارن المنطقة دي. يعني أنا هنا هو تقارن دي وقارن دي. يعني عشان ما نضيعش وقت بعض. سيبكم الساهم. أنا خليكم معي هنا. شايفين المنطقة دي عاملة إزاي؟ وروحوا لدي. دي واضحة إنه هو فيه كولافس جامد قوي في الليفت أبر لوب بتاع اللونج في المنطقة ده هي كولافس رهيب قوي. اللونج دي كولافس تقارب للإيه لدي. ودي ما أقدرش أقول إن اللي على الشمال نيوموسوريخ لأن جوا الفروع بتاع البرونكاي واضحة. دققوا معي هنا. فروع البرونكاي واضحة. نيوموسوريكس رجعوا له مش هتلاقيه جيت بلاك. يعني فارق كبير جدا. فما أقدرش أقول إن دي نيوموسوريكس. لا ده هي اللي على الشمال هي اللي أبنوربال وفيها لون أوبيك مش طبيعي. ها ها دي حالة ايه طرق لونج كولافس في المنطقة ده هي مفعوصة. كومبيرد لللونج النحية التانية اللي سليمة. دي ممكن طبعا أسبابها كتيرة. واحتمال كبير في الأبر لوب كولابس بيحصل لللوص أو ليفت كاردياك بوردر السيلويت بتاعه ايه. ما هو فيه مفعوصة وجامبه. فما أنت مش عارفين نحدي للإيه الليفت بوردر بتاع القلب. فيبقى دي كان حالة ايه اتيليكتس أو كولابس في الليفت أبر لوب. والحقيقة معاها كمان ايه ليجين تاني اللي هو بوسبول بارشيال كولابس في الرايت لوب. الرايت لور لوب كمان. يعني أنا هقارن الحتة اللي فوق شايفينها المستطيل ده. اهو قارنوه بالإيه المستطيل اللي هيجي دلوقتي. وانتوا تحسوا ان اللوور لوب كمان بتاع اللونج ها. الرايت لونج فيه ايه برضو احتمالات ليجين او دامج او باثولوجي في المنطقة دي. سواء كولابس او كونسوليديشن. ها ثبت ان دي كولابس بس ممكن كانت تطلع ايه كونسوليديشن في اللونج او كده. فيبقى الليجين الاساسي اهو الصورة ظاهرية قدامنا هيه في لحظة بص عليها. دققنا شوية. ها دققنا هنا لقينا في الليفت لونج فيها كولابس كمبيرد للرايت لونج. ودققنا شوية هنا هوت في ايه في الليجين زي. لقينا ايه كمان الرايت لور لوب ايه حتة مبيضة كومبيرد للفوق ايه. يعني اعتقد قرنولي المربع ده باللي تحته وانتو تحسوا ان اللي تحت فيه باسولوجي في المنطقة ايه دهيت هنا هوت. فكانت دي نتيجة كولابس وممكن تكون نتيجة انفكشن. اه الى اخره. فانا عندي الصورة دي من اجمل ما يمكن عندي الليفت اوبر لوب لونج كولابس اهو. ها. وعندي هنا هوت الايه. ايه ال اوبر ارية باللور ارية تقولي ان تحت هنا هوت فيه كمان ايه منطقة فيها ايه. pathological legion في right lower lobe كمان بالاضافة لل left upper lobe دي برضو left lower lobe collapse اخدناه قبل كده اللي هي double border بتاع ايه القلب ادي collapsed lung وعمل بوردر ابيض ده وفيه الهارت براه كده هوت لسه فالتلاقي collapsed lung اهو اهدي نمرة واحد والبوردر بتاع الهارت زي اه براه هنا هوت فعملالي ايه بوردر بتاع الكلابس اهو ده اهوه ده وابوردر خارجي بتاع اللونج فدي الدبل ايه بوردر بتاع القلب ده يمشي مع ايه lung ايه مع ايه lung ايه collapse left lower lobe ايه collapse احنا نتكلم عن location لو افكركم تاني احنا اتكلمنا نمنع واحد على الابيرانس قولنا opacity وانواع diffuse ولا focal ولا multifocal وقلنا hypertransileucency شوفنا نيوموسوركس بولي انفيزيما بالمونري ايمبوليز كل ده عامل hypertransileucency وبعد كده اتكلمنا على location بتاع الهارت شوفنا انواع الكلابس وال upper lobe وال right middle lobe وشوفنا ايه شوية تشكيلات يدينا فكرة ايه location ممكن يتحدد ازاي بعد كده بننقل لاخر واحدة سريعا جدا بقى خلاص قربنا لخلاص ان شاء الله associated a lesions ها في اللونج انا بصولي على الرئة دي كده طبعا الله ده حاجة جميلة جدا فيه اهو ماس ايه تيومور ماس تمام تمام خلصنا الدياجنوز تعالوا بقى ايه او تعالوا بقى ايه نشوف مع بعضنا فيه تلاتة ليجينز هنا مش واحد يعني انا لما شفناها في الاول كده قلنا اه ده واضحة خلاص اهي lung ليجين وضع اهو opacity foo ممكن infection ممكن تيومور ماس شكلها دي كده بالمنظر ده هو تلك وده ممكن تبقى تيومور ها اه واضح ليش في ايه يعني اخر لا ده فيه ثلاثة ليجينز نمرة واحد هو الماس دي فعلا جميل نمرة اثنين عاوزكم الدقاء معايا ثانية واحدة دي اخر حاجة على فكرة شايفين التراكية فوق عاملة ازاي ايه دا ايه ها التراكية مفعوصة ناحية ايه ها التراكية ها مزقوقة بالماس دي ايه ها في الناحية التانية انا برجع ايه ادي الماس اه اه والتراكية اه مزقوقة الناحية التانية هتلاقيها التراكية ماشية كده وفي حتة الماس دخلت ايه لجوه كده دخلت ايه الناحية التانية هي بقى فيه نمبر ايه تو نمبر ايه ايه وانا بكررها ايه ادي بوردر للتراكية اهو اهو الاسود ده وهنا جوه ايه برضو السواد اللي هو ده ما بتبقاش جد بلاك لان فيه طبقة لاير براها الول بتاعها وكده فاللانج فبتبق لكن ايه 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 دخل مزقوة ايه التراكية ايه هو يبقى احنا شوفنا الاشعاية دي افتكرنا ايه لانج وخلاص دققنا ايه شوية اه اه بعد ما شوفنا الماز دققنا شوية لقينا تراكية متجه الماز دققها في الناحية دي وهو السواد وقارن انت البيض ده بالسواد اللي جوا تراكية وانتو هتحسوها ايه تالت حاجة ايه اه اه بحد بقى ياخد باله منها دي التالت دي شايفين الده الافراجم ده طالع فين ياه ده عالي قوي وجوه دي ايه الجاستريك اير بابل اللي هي بتبقى كاركتريستيك تحت الليفت دايفراجم بتاعت الليستومك الافراجم عالي ليه خدر هو لما يبقى عندك ماس ليشين اه ماس هنا هوت وعندك اه زاقة تراكية بالمنظر ده 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 كلام ايه منطقي لكن في المنطقة دي هي ضربالك الفرينيك نير فين عامل باراليس للدايفراجم عشان كده في إليفيت الدايفراجم ذات الثير ليشين ودي كانت حالة ايه ها لانج كانسر او تيومر ماس زاقة التراكية النهية التانية هي ادي البوردر بتاع التراكية هو ايه هوت ادي التراكية مسؤوقة النهية وعندي الدايفراجم وعاوز اعرف يعني الدايفراجم بالليفل ايه بتاع الدايفراجم هنا فهمنا ليه انا اخر حاجة اخدناها هنا اللي اتكلمنا عنها ده كانت الاسوشيات الليجن هل في الاسوشيات الليجن ولا لا يعني الكيس ده اخدناها ظاهريا قلنا دي تيومر وخلاص بعد شواء دققنا لقينا ادي التراكية ماشية يعني اهو انا احاول ايه اعمل اهو اهي دخل اهو التراكية فدي ادي تاني ليجن دفي ايه للأبوز سايت او ده ماس وبعد كده الدايفراجم ما تكليفل في الرايت صايد او في الليفت صايد او عالي جدا اه وتحت الايه الجاستريك اير وحصل ديافراجماتيك باراليسيز ها عالت الدايفراجم الدايفراجم في النحية دي فلاقينا ايليفيت الدايفراجم كمان فديس واز تيبيكال كيس اوف لانج تيومر ها عامل ايه ديفياشن في التراكية هنا هوت اه التراكية ديفياتد هنا هوت و اه 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 عامل باراليسيز للليفت همي ديافراجم لانه ضارب ايه الفرينيك نيرف اللي ماشي ايه في المنطقة هنا هوت ها ضرب عمل فعمل ايليفيشن للايه للدايفراجم ادي ليجين ادي التاني ها ادي ايه التالت ها و بكده نختم ايه اللونج و اه معذرة ايه كانت ايه حصة طويلة بس اه يعني انا حبتها تبقى على بعضها وبصوا الاول كفيشن عام اللي انا شرحناه الاناتومي واللوكيشن والحطة دي وبعد كده شوفوا مشينا ازاي مشينا الابيران هل فيه اوباسيتي ولا ترانسليوسنسي والاوباسيتي شوفنا هل فوكس زي كونسوليديجن والمالتيفوكال برونكو نيمونيا مثلا ومتا ومتاستاسيز والله ديفيوز زي ديفيوز انترستيشال فايبروزيس شوفنا اللوكيشن بتاع الليجن بيبقى فين ابر لوب كولابس راية ميدل لوب راية لور لوب وكل واحدة الافكت بتاعتها 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 على مين وشوفنا بعد كده الايه الكو اسوشياتي ابنورماليتيز لازم اخد بالنا مش افرح بالليجن لا ده كان معه شفت التراكية ومعه مضروب الفرينيك نير فعمل الاليفيشن لديفيوزيجم ايه نشوفها ودي موضوع اللونج الحصة التالتة بإذن اللي بقى نتكلم ايه على البلورا واخدوها بهدوء زي ما قلنا عشان بس ايه الحصة طويلة حبتين وشكرا جزيلا